موسيقى 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 بعطي لي موزير بسرعة موسيقى 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 احترامي سيادة الوزير لا والله هلا اوصلت انا اجتمع سيدي ليش سيادتكم مجاهين موسيقى بصراحة ما بقدر اوعدك لاني طالع عالمطار استقبل وفد اجنبي اي طيب اوكي سيدي اذا رجعت من المطار بكير بنضم للاجتماع نعم سيدي تحياتي دكتور الله معك مع السلامة موسيقى 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 صباح خير سيدي صباح خيرات الموزير تفضل رتاح موسيقى 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 يا رويدا، لا تخلي حدا يفوت لعندي اليوم حاضر، بس في موعد دعته بساعة مع مدين لبحث معلش يا ريت الغيلي كل الاجتماعات اليوم إذا تريدي حاضر استاذ خير استاذ، كاني شايفك مكركب شوي ايه والله يا عمزير، اليوم حدست معي شغلة كركبتني فؤاني تحتاني خير استاذ، في شي بخصوص الوزارة لا لا، موضوع شخصي بحد حادث صغير بالسيارة، صار معي وأنا جاي له شو قال حكي؟ وإن شاء الله ما صر لك شي؟ لا لا، ما صر لي شي ألف الحمد لله على سلامتك استاذ إذا انفدت بالحديد هيني؟ في داك كل سيارات المؤسسة وانو سيارة كنتو استاذ؟ بالفولفو؟ لا، كانت معي الشبح هو يا أبو عادل الله يصلحو صار اسوقته تعباني شوي ونظره ضعيف وإيده عم ترجيف يعني من زمان كان لازم يتنسق مو أبو عادل اللي كان سايق السيارة لكن مين استاذ؟ أنا أنتو؟ أمو معهول بالأكس أنتو قيادتكن أصلي سوائدكن حكيمة وهادية بس أكيد الحق معليكن هو بيني وبينك في علية شوية حق يعني شوية صغيرة بسيطة أستاذ وسامة بسيطة ليش عمل لك لها الأهمية؟ الله يجعلها أكبر المصائب المشكلة أنه فيه إصابة بس سيارة التانية؟ لا ما كان فيه سيارة تانية لك شو كان فيه؟ موتور ما هيكسي دي يخرب بيت الموتورات سو صارها مزعجة لك شو بنا منزر طول بارك عليه شوي لحكي لك آسف كتير أستاذ اتفضل هذا وأنا طالع من البيت الصبح وماشي على طريق لو تستراد يبدو أني كنت شارد شوي وبتعرف يا منزر طبيعة عملنا وقديش الواحد مننا عم يتحمل ضغوطات نفسية وعصبية أي والله يا أستاذ الله يكون بيعونكم شغلكم صعب كتير يعني إيش باري بدكن تشربوا؟ لأ وعلى ما يبدو أني كنت مسرع شوي ولك يخرب بيتها شبح يا أخي لسه ما بيدعس الواحد نصدع سيك بنزين بطير طيران ومو كنت شارد أنا شارد فيبدو أني ما انتبهت على رجلي يلي كانت كابسي على ما يبدو أكتر من اللازم على دعسيك البنزين يعني قديش كانت السرعة تقريبا فوق المية بشوي بتصور 140 هيك شي بسيطة سيدي شو المية واربعين هدول الأبني الصغير بيمشيهم بالبيجو بقى شلون المرسيدس الشباح سيدي شو صار بعدين ما بعرف يا منزير شغلي متركزب فجأة لقيت قدامي زلمي عم يقطع الشارع حاولت اتفادى وما أقضر ببوز السيارة أما اضربته ضربة خفيفة بطرف المرأة هاي هي الشغلة ايه بسيطة يعني شو رح تعمل الضربة بطرف المرأة يروح يضحك بيعبه ويبوس إيده وشه وقفة يلي ما بعشت له بطنه بنفراف السيارة أو طلعت عليه بالدولاب ومعلومكن طرف المرأة بالأسديق قصوصي بسيارات الشبح ايه يعني ما بيأزي مو هيك يا منزير وأنا هيك قلت لحالي بس على ما يبدو من عزم الضربة التحش شوي لبعيد ايه إجباري بده يلتحش رد فعل طبيعي يعني مو معقول يضل واقف على رجلي لأنه كل فعل قاله رد فعل والضربة بطرف المرأة بده تلحشه لبعيد شوي بس أنا لحد هلأ ما لي حاسس انه في مشكلة مو هيك وانا هيك كنت مفكر مفكر انها شغلة عادية بس على ما يبدو انه لما التحش بالأرض دق راسه بحفة رصيف ونفر الدم منه يمكن انفخت راسه شي فخت صغير بس وينك منزير يشهد الله اني كنت بدي وقف يعني مو معقول يشوف هيك منظر وطيلس أعوذ بالله مو معقول يا استاذ مو معقول الطيلسو أبدا شهامتكن وإنسانيتكن بديهية وما بدي برهنة بس كمان الواحد بيقول وقتكم ما بيسمح يالله يعينكم شو عندكم الاتزامات يا أخي نسالي الالتزامات هلأ يعني عند هيك موقف الواحد ما بيعود يسأل عن شي الواجب الإنساني بيفرض نفسه مو بغابة نحنا عايشين بني آدم آدي اللي التعاش بالطريق مو غنمي لأ ومشكلتي إنه بيتملكني الإشمئزاز والإشمئنات من منظر الدم ما بقدير عليهك شوف يا أخي ما بقدير أبدا انت ما بتذكر شو صار فيني سنة الماضية لما كنا عمنا دش نخط الانتاج الجديد مضبوط أستاذ بتذكر تمام يوميتا وأنتو عم تقصوا الشريط الحريري التهيتوا شوية بكاميرا تلفزيون قام غزل مقصبي إصبعتكن ونزل منها نقطتين دم قمتوا غاطنتوا وصفرنتوا ووقعتوا على الأرض وتخرمت يوميتا الاحتفال كله شفت شلون؟ من نقطتين دم هيك صار فيني بقى كيف إذا شفت بركة دم كبيرة وعم تخدق من رأس الزلمية كنت رحت فيه ومحد أسمى عليه يا شيخ فكرك لقيا أنا هيك شوف هيه يا منزير بعيد الشر عنكم أستاذ يصدقني إنك عملت زينة العائل وتصرف بحكمه بعدين الزلم هيك نصيبه وهذا قدره يعني شو بيطلع بيدنا نحنا؟ فينا نوقف بوش القدر ما فينا وأكيد بيكون التقاله 100 واحد حواليه وبيكونوا هلأ أسعفوه أخدوه على المستشفى وأطابوله هالجرح وعين الله عليه هو فعلا تكوش ناس كتير لما وقع بس في واحد كتير غلبي شفته بالمرأة طالع ورأة وألم ونقل رقم السيارة شو هالعكي؟ هذا اللي صار لأ إذا هيك اختلف الموضوع تماما لازم ننظر له من زاوية تاني فضاء على الناس شو كتير يتغلبي لأ إي شغلته هاي؟ ولنصيبة يا منزير إنه مو وقت هالشغلة هلا مو وقت منوب لأنه بتعملي شوشرة بتأثر على سمعتي ولا تنسى إني مرشح للوزارة وأعدائي بدون هيك شغلة من الله ليلقطوها علي يعني عم يستنوني على الوحدة وإذا وصلوا لهم هالخبار رح يعملو له ضغر إيدين ورجلين وإلا يستر ما تدخل الصحافة بالموضوع بقى الله يرضى عليك يا منزير يعني بدنا نلفل في الموضوع ونبترو بتر نبترو إستاذ نبترو أنتو بس بترو عفوا أنتو بس أمرو عم قول لحالي طالما كتير هالغنبة أخذ رقم السيارة وما لحي يشوفني فالمسأله محلولة شلوم؟ ها ها هون بقى يا منزير بدي منك تبين لي مدى إخلاصك وولاءك إلي أنتو تعرف إستاذ أنو أنا مستعد نفديك بروحي ما بدي لا تفديني بروحك ولا شي منزير الشغلة أبسط من هيك بكتير كل ما هونالك أنو بس يجوا يسألوا مين كان سايق السيارة أنتو تغري رفاع إيدك وقول لهم أنا بس يا إستاذ وأنا طبعا ما رح أتركاك أتركاك إلى يمكن رح أعمل كل جهدي أني حللك ياها بيومين وإنتو بتعرف أني إذا قلت كلمة كيف بنفزها صحيح بس يدي وبيني وبينك محضر لك مفاجأة حلوة حلوة كتير كتير رح تعجبك شو المفاجأة رح رشح اسمك لبعثة اليابان شو بدك أحسن من هيك شهر كابل باليابان وعلى حساب المؤسسة يعني لو صحت لجدي ما مات بقى أنت هزلي كدافك شوي وحلليها المشكلة وشوف شو بيصير فيك وانت بتعرف وضع بالشركة خصوصي أني أنا مرشح لدورة باليابان يا سيدي تكرم عينك أنا بوعدك وعد شرف أني سلمك محلي خلال فترة غيابي باليابان يعني نائب مدير عام بالوكالة كل هالمدي وشو بدك من توكيو أنا جاهز طيب يعني أنا شو المطلوب مني شغلية بسيطة بس تجي الشرطة شرطة المرور يعني وتسأل مين كان سايق سيارة الشبح علقته سترات اليوم الصباح تترفع عيدك وبتقول له نرى وتترك الباقي علي أنا باستعد طالعك منه مثل الشعرم العجين والزلمة اللي اندعس صروا شي لا تقول اندعس أنا بدعس حدا كل الشغلة ضربة صغيرة بطرف المراي وبيجوز هلأ الزلمة الله أكرمه واقف على الرجله واعد بأمرته أولاده انت بس خلي إيمانك بالله هوي وتتوكر على الله ونعمة بالله فهمت شلون أبو صبيح يعني إذا بتخدمني هالخدمة ما رح انسى لك ياها طول عمري خاصة أنا مترشيح لمنصب كبير بهالشركة ومش لو بيطلع علي هيك صيد صدقني صدقني رح أطالعك معي على الشغلي الجديد بعدين بني وبينك استاذ من زير متبني هالموضوع أولي اندعس إن شاء الله ما صلو شي لا دون اندعس يا عمي نحن ما دعصنا حدا كلها نكشي صغيرة بطرف المراي يعني يا دوب لمس تولمس قاموه عزلمي على طرف الرصيف ونزل نقطتين دم من راسه هاي الشغلة كلها بقى شو قلت قلت حابب بخدمك بعيوني بس بس شو انا ما بعرف سوء لا سيارة ولا معي شهادة السواء شنو مدي يدعي هيك ادعاء عمى فعلا هي مشكلة هاي ما حسبنا حسابها منوب الله يصلحك يا أبو صبيح ليش هلأ ما بتعرفت سوء السواء صارت من أهم بديهيات العصر يعني ما بصير تترك حالك هيك انت التاني شو بنا نساوي سيدنا ما صح اللي فرصة وسيارة ما عندي والعمل هلأ لمين بدنا نقول أنا عندي حل بس عفنا في دخيلك أنا بعرف واحد متعيش على هونداي اسمه كامل ممكن يخدمنا بها الموضوع وش لهم بده يخدمنا هدا يا سيدي السنة الماضية كانت بنت المدير المركزي عم تتدرب ع السواء ع طريق المطار قامت تعست فلاح هو شادة بقرة ايه وانقلبت السيارة كتل باد الحمد لله البنت ما صر لشي والبقرة عطتاك عمره والفلاح عزعفوه عالمستشفى وضال بالعناي المشدد عشرين يوم ايه المهم شو صار بعدين لما انكتب الضبط كان المدير المركزي جايب كامل وحطه محل البنت وانكتب الضبط على اساس انه كامل هو اللي كان عبيسو السيارة وما لك بالطويل استاذ نظيم كامل فات ع السجن حبس له شهرين وطلق وتلفلفت القصة كأنه ما صار شي وادا كامل شلوع رضي ينحبيس وليش لحتى ما يرضى ابض ميتين الف ليرا بضروا معتو شي ايه وقفت يوميته وبي اكتر متل تالاف ليرا شو بدو احسن من هيك لك اللي عم بيسافروا بردارات البلد ويتمرمطوا ايه ما عم بيطالعوا ميت الف ليرا في الشهر بينما كامل طالعوا نهور هو محبوس بنص البلد ام عزز مكره معين الله عليه ايه بس مو كتير ميتين الف ليرا لا احنا ما رح ندفع المبلغ ايهون لا في فلاح بالعناية المشددة ولا في بقرة ماتت كلها نكش بطرف المرأة مو هيك خلص انا رح خليه رعينا انا بنونع الزلمي بتعري فلاح الشغل دائري شوي انا رح انهيلك ياهب ميت الف ليرا طيب ماشي الحال تركني شوي لفكر بالموضوع السلام عليكم مع السلامة شو قلت استاذ منشوف كامل ما بعرف يا منزير قلبي ناقزني من هالشغل كله ليش استاذ ايه يعني سيار دي سيارة حكومية بقى شو المناسبة لحتى سوء واحد مثل كامل بعدين الشرطة مالون اغبية لتمروا عليهم هيك قصة بيقفروا وضغري يا سيدي انا فكرت بالموضوع وليقيت الحل هات لشوف شو الحل منقول بضبط الشرطة انه في معرفة بسيطة بينك وبين كامل واليوم كان كامل ماشي بهوندايتو على طريل وتسرات قام شافك ووقف جمب سيارتك لمعطله نزل اللي يساعدك شوي ويحاول يصلح لك السيارة باعتبارك انك انت مستعجل وعندك اجتماع مهم تركت المفتاح لكامل اللي يسحب لكها للتصليح قمت انت اخد تاكسي ويجيت عالشغل طبعا انت معرفت شو صار بعدين وشو صار بعدين كامل جاب مكنسيان وصلح السيارة ومشي فيها على طريل وتسرات وبعدين صار اللي صار برافو عليك يا موزير محبوكة تمام يعني انت خرشة تكون مؤلف مسلسلات بوليسية يضيعان مواهبه بهذه الشركة تضر استاذ لا يشوف كامل بما عيدكم انا ايه طبعا انت انا بشوف انه ما في ضرورة اطلع عن مسرح خليني خلف الاضواع بيكون احسن معلش يا استاذ وجودكم ضروري كتير يعني كامل لما يشوفكم انت والاستاذ منزير رح يرتعب وما رح يقدر يقول لا امر منها لله بايش بدنا نروح بسياسي طبعا مش رحا تضل تضلوا 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 شكرا شكرا هذا هو البيت سيدنا ايه دقل اشوف الله يبعد خير ما اتطريت يزار ما في حدا شيء وين من نلاقيها دقل على الجيران وصالون حاضر مرحبا يا اختي اهلين يا اخي خير وين من نلاقي الاستاذ كامل يا ترى الاستاذ كامل مين حضرتكم ارايبينو يا اختي ارايبينو كامل بالمستشفى بالمستشفى خير ليش شبو ليش مادريتو لا ولا مدرينا شلقصة هذا اليوم الصبح ضربته سيارة شبح على طريق الاستراد يا حصرت عليه التحش على هر الصيف وانضرب راسه والشوفير قليل الاصل كمل طريقه ما سأل عنه لكن ولاد الحلال شافوه اخدوا رقم السيارة وهلأ الشرطة عم تدور عليه موسيقى الديني الدنظر والهارة ما ديني منحب علامة الاسمر ابو الخاعل يرها عزاب حرام والله من على ديني شنن ديني على ديني العش حرام والله ايوه نعم يا طرقين في الوالينا ومالشير أقوله وحليك الدين تولين حب كوينا اعزاب حرام والله ان على ديني موسيقى يرجع العزاب حرام والله نغطى حرام والله لعزاب حرام والله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي يا مالي الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي حاشي حاشي الله يرضى عليك لا موم شان شي بس نشرب شاي ماشي تكرم تكرم يا أبو غاسي تسلم يا الأمي حلوي وحلوة كانت شاي الله يتسلم عمرك يا والله يا الله أصلا طيب الشمسات أبو أحمر خفلنا إيدك بهالشايات أبو هاشيب أهلين سهلين بالشباب أهلين عم يفهد وأحلى شاي على البخار عمي شريف الله يسلم هالديات يا أبو ضاي أهلين وسهلين الله يسلمك أبو غسام شو رأيك بكاس الشاي على البخار؟ من أراضية إن شاء الله أهلين وسهلين صحتين هنا شريف أبو أحمد شو شباب ما تكون تشربوا شاي؟ لا شكرا عمو عم نشرب نس كافي شو هالحكي؟ يا حبيبي على هالجين شو هاد إنه بس بدي إفهم حدا بيترك شاي على البخار وبيشرب نس كافي ها 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 إيه يا أبو فهد؟ شو بدنا ناكل اليوم؟ والله أنا فكري نقضي يا من قريبه لا لا أخي شو من قريبه؟ لا زيدي من بعيده شو رأيك أبو أحمد؟ لقان عمي لقان لقان الله محي يدسم بدنا ندسم إيه فعلا سيران بلا دسم ولحمة متل قلته شو اسمه سيران لقان؟ إيه بس الساعة قطعت الوحدة ما عدا اللحق لساوي شي ملحق حبيبي ملحق بس أنتوا عتمتوا شو بتكون تاكلوا؟ وتركوا الباقي عليه أنا يا سيدي وعلى فرض بدنا نساوي صفيحة إيه ملحق يا ترى؟ ما بلحق لأنه أنا جعت ما بقى أحسن استنى أكتر من هيك؟ طالما ابني قاسم موجود ملحق نعمل كل شي مو هيك يا قسام؟ أنا جاهز يا أبي انتوا ما بتعرفوا لابني قسام؟ لقاسم يعني لولاب، زمبرك، زبدية صيني بحياته ما خستك معي بزماني إجاني ضيوف من الجبل هيكي؟ طبوا علي متل أضر مستعجيل وأنتوا بتعرفوني صاحب واجب وش يسمع وكانت الساعة وقتها على ما أذكر بحيطان التنتين وكان اليوم بقى سيدي يوم جمعة يعني معلوم كنص البلد مسكرة قلتله لقاسم دبرنا دخيلك يا قاسم غير هالكلمتين ما قلتله وفعلا ما خيبني يعني خلال نصاعة وقبل ما يخلصوا الجماعة شرب قهوة كان قاسم فارد لي صفرة من الحيط الحيط يعني بيض لي وشي، الله يبيض أصله أحكي لهم علي يوم حلاية يا أبي صحيح يا أبي، ذكرتني بيوم المحلاية شو قصتها هاي يوم المحلاية يا أبو قاسم؟ راح أقلكن يا جماعة، هذا يا سيدي من عشرين يوم كان في استقبال عند أم فتحي عرموشة وراحوا لك هالنسوان ودقوا بابا، نقروا يعني ملقوا حدا، موتاري لك أم فتحي عرموشة هربانة من الاستقبال، وعاملة حالة مريضة عند أختها بجوبار ايه، وشو صار بالاستقبال بعدين؟ مرت أم قاسم ضربت إيدا على صدراء، قارتنوا شرفوا لعندي وفعلا هالنسوين ما كذبوا خبار، كفتوا كل ياتهم كفت كفتوا لعنى على البيت يعني، وأم قاسم ومجهزة حالة ولسان النسوين ما بيرحم، وبلساناتهم مبلطة أرض الجهنم يعني إذا مرت ما قامت بواجبهم منيح، أبينك تكرارها بقى شو بدأت تعمل المسكينة؟ حاصيت لاصيت بأرض هالديار، ما عرفت شو بدأت تعمل ولما شافها قسام الله يرضى عليه، بيها الحالة ركضوا قال له، ولا همك يا مو، أنا بتكفل بكل شيء وفعلا بكذب خبر، أخد هون داية وبريم على الميدان وصع على محلاية وجاب الفواكه والمحلي والضيافات والإحباجات وقال له لأمو سلمي يا مو، ما لكون علي يمين النسوين شهق شهق لما شافت الضيافات ايه والله، قالوا لحالة منيحة لما لقينا أم فتحي عرموشة بالبيت لأنه لو شاقت حالة أم فتحي عرموشة، ما كانت قدرت تعمل يلي عملته أم قازيم يا سيدي الله يسلم لك يا، بس بصراحة جعنا من هالحديث معلش معلش، كل ما جعتوا بتاكلوا أكتر، بتنفتح شهيتكن وبتزداد قابليتكن أصبح خلاص، بعتوا خليجي بصفيحة، بتطول عمو؟ تنتين ونص بيكون هون مع صفيحة وسط اللبان، قسام، قوم يا بي قوم، خد المسيكليتة وتيسر حاضر يا بي وينك عمو قاسيم؟ تعال إليك أبما تروح تعا شوف عمو، هلأ بس تروح تقطع اللحمة، بتوقف على إيدي اللحامة، لا تخليه يخبس حط أشكال ألوان؟ بدمايا هاللحمة نظيفة، هبرا لا توصي حريص، لا توصي، هو بيعرف شغله منيح لك أخلي ابني فهد يروح معه، بيتسلوا بهالمشوار لا لا أبلا ما يلبكوا، خليك قاعد عمو فهد، لا تجي، قسام تيسر أنت الحبيبي هاتوا عدة هالسلطة اللي نشتغل فيها من هون لا يرجع، خلينا نكسب الوقت هلأ عين الله عليه، بيكون نط على البسكليت متل النمر وطار فيها موسيقى 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 بلوح Canadive موسيقى بلوح الرجعة ماهشة السع techniques نغرص حياتي وصرح اللي بنيتو نهار يا عين صبي يا عين صبي على بعد الحبيب نهار غسلت الخسات ايه بدون غسيل لك هاشوف بدون غسيل الشيخ العين قديش داجني هالخسة اشوف هالخيارة انت هاي اتجان ايه والله ما شاء الله كال شي طيب والله اخوة دوء الخيارة ايه والله يسلموا الله يسلم دوء لك كم ضلع خسة هات نشوف اشلون بتحبوا سلطان عامية ولا خشنة لا خشنة حبيبي كفهات بيكفوا دوء الخيارات لا اه انت التالي شو كفو اخي عميل حسابة كل اخيارة ايه بلد ورايتين قديش صارت الساعة هلا رح تقوتل ايه عظيم جدا هلا بيكون قاسم عند ابو العز واكيد ما رح تعجبوا لحمة ابو العز بس ابو العز معيات شغربك بدي لحمة تصفيحة تكون على كيفك تكرم عينا اضعي لا امون زريفي هدون الظراف مبينين هدون مبينين ولا بس هاي بس يعطيك العافية هلا بيكون راحلة عند ابو عبدو ابو عبدو لحمته انظف و احسن اكيد ابو عبدو هلا عم يقطع له اللحمة السلام عليكم كيفك عمي ابو عبدو كيفك عمي ابو عبدو كيف سيد باسي شلون اللحمات اليوم على كيفة ايه حطيلي من هدول من البطاطا كيرو من وصلص فيها تكرم عينا ان شاء الله جايبين سماء معكوت ما حدو جايب سماء يا شباب يا حبيبي عليكم لك حدا يبيجي عالسيران بدون سماء شلون بنا نساوي السلطة تب برها بلا سماء هلا ما عادت تنبلع معه سلطة لصاحبك بدون سماء ياليت إلا لقاسم يجيب معه سماء باعتبار ابنك قسام الله يسلمه فلهوي وحربوه وقدحاله يا ترى بيجيب باله يجيب سماء لحاله عم تتنص خربو هاشي هلا بتشوفوا بعينكن شلون بيصل عالوقت يا بي أنا جعت كسبور ابني صبور كل ايات نجعنا ياه أبو قاسم شفلنا على هالرادار وين بيكون صار ابنك قاسم هلا؟ يا سيدي هلا بيكون اشترى سطل اللبان ورجع عالفرن حتى يشق عصفيحات شو صار معنا مع اللين؟ شكرا بعين الفرشد اي بتاكدوه بديعون على الوقت تماما بري بلعز متأخر عليك يالله أخي عجيلي بالسلحة شوالي شكرا بنا شكرا بديعون تعبونا ايكم الله خليكم هلا بيكون ابني كسام عم يضيف الفران والشغيله عنام وتفاح – لحتى يشهله شوي بشغل على طول ابني قسام عابل حسابه لكل شي وحاططه بسندوق المسكليتة أشكال الألوان لك أنا أخي لك طعم التم ما بتستحي العين هلأ بيكون فات بطريق مختصر بين الحارات لأن الطريق العام عجق كتير ابني قاسم بيعرف يستفيد من كل دقيقة من وقته هلأ بيكون عم يزموط بين السيارات مثل الحردون ابني قاسم كتير شاطر بسوق المسكليتة من هو وصغير كان ينط على المسكليت مثل عفريت على فكرة على فكرة يا أبو أحمد بحياته ما ساق مسكليتة بتقدة ولي بتعلم على الدولة بين ضغري بحياته ما ساق مسكليتة بتقدمي بالعيون السقطة بتقدمي بمسكليrik موسيقى 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 طبعاً قد ما كروعت نسكا فيه فتحت قابليتا تأخر الغدام هيك يا سيدي هلأ الساعة معي تنتين ونص على التكة يا قاسم نعم يا بي ها شفتو شلو نوصل؟ إن شاء الله ما كوتا أخرت عليكم الله يعطيك العافية يا ابني فعلاً بتبيض الوش فود أبو أحمد سلق نمي لأله بسم الله موسيقى يا سلام، يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام على الصفحاتش في منتظمين إشلوهم بدنا نشرق اللبن؟ إن شاء الله مالك جايب معالي؟ ولا يهمك أكيد هلأ قاسم بيكون جايب معه معالي قبلازديك ولو مواعب عمو وهي المعالي اي شو هاد شو هاد هلأ صار لازم ادقع الخشب يا الله يسلمك يا رجاه النبي الله يخليك وهي شوية السماء للي بيحبي يرش سيك لألك شو هاد هاي الخريطة بتحفظها بصن فمات من هون ليوم الجمعة بدك تكون حافظة متل اسمك فماش فع ما قلهاك بس يعني خريطة يتشو هاد يوم الجمعة الجاي رح ابعتك من السيرة لتقطع لنا لحمة بدي ياك تروح وترجع اسرع من قاسم يعني لازم تحطه بجيتك الصغيرة لقاسم فمات اتبخة جيت ادنينها بصيرة قاسم وكأنه الله ما خلق غيره ما بدنا نورجي لها المنفاق أبو قاسم انك احسن من ابنه وانك فلهوي وحربو أكتر منه فمات خلاص الجمعة الجاي رح امسح لك يا مسح لقاسم واذا فيك تروح تتدرب عالطريق المرسوم بالخريطة روح تدرب ها خليك تاخد هوا منيح خلاص يابي هالجمعة ما رح اشتغل شي رح قضيها تدريب واستعداد نفسي وبدني كتير عال هيك هيك بدياك لنشوف يا أبو قاسم ابني ولا ابنك هلا بيكون ابني فهد عم يفاصل اللحام على فكرة ابني فهد كتير شاطر بالانفاصلة هداك النهار دق على بابنا الشب حامل مسجلة كبيرة للبيع قديش طلب فيها يا حزركم قديش يا زيدي طلب فيها 12 ألف ايه وبقدش اخدتوا ضل فهد ياخدوا ويجيبوا ياخدوا ويجيبوا ويشدوا ويعصروا لحتى اللي شف له دموا للزلمة وباع لياها بخمست ألف ايه لو كان ابني قاسم موجود كان اشتراها بأربعة يا حاش لك ما ابو قاسم شو ما حدا بيفهم بهالدنيا غير ابنك قاسم يعني شو خرطوا الخراط وقلب ما هلا شو بدنا بيهالحكي يا ابو فهد شف لي وين صار فهد هلا هلا بيكون عم يساعد الفران برق العجين لحتى يخرصوا بسرعة يخز العين عنو شو شاطر بالرق عم اقلكن ايديه متل النسين متل المراويح هلا بيكون فهد فات من باب البستان صف البسيكليت جنب الحورة وحمل هالغراض وصطل اللبان وركض لهون هلا بيكون صار على بعد عشر متار مني يا فهد نعم يا أبي ولك وين الغراض لسه ما رحل وليش ما رحل ما جاني ينفتح معي في البسكليتة يا عمي أوسمير لك ولا لديب خسديب يا جاسم امرني اخوك صغير واقع بورطة وما في غيرك بيخلصني منه خير شو الورطة يا سيدي بكرة بيت حماي جايين اللي عندي من حرب الله يصر عك يا جاسم هلا هي ورطة مو هيك القصد بس انت بتعرف بيت حماي ما بيزوروني إلا كل سنة مرة أو لازم يوم بواجبه مني إيه فعلا معك حق انت صاحب واجب يا جاسم ولازم اتبيض وشك قدام بيت حماك اللي شو بتريد وانا رأيب تسداده انت بتعرف ان الصالون عندي مشرشح شوي يعني مو خرج الواحد يستقبل فيه ضيوف لها السبب عم يعمل شوية تحسينات يعني بصراحة استعرت من عند ابو زكي برادي جديدة وركبتها ونجتها لكم كناباي المخفصين وحطت لي كم تنكت زريعة بالزوايا وما بقى ناقصني غير السجادة ليش ما عندك سجادة؟ عندي أما شو سجادة بتسود الوش وبرا راية ألوانة جربانة فيا كل رأعة هالقد وعندي هالصغير الله يسلم له صارعني صارع على قولة بابا امتى بدك تشتري لنا سجادة جديدة؟ بابا صعين احنا فقرة لانه ما عندنا سجادة جديدة؟ وانا على قولة اليوم وبكرة اليوم وبكرة الله وكيلك صرت خايف على هالصبي يصير معه عقدة نفسية من وراه السجادة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بقى شولت لحالي؟ قلت منستعير من عندك سجادة كم يوم زمان وهيك ومنضرب عصفورين بحجر منو منبيض وشنا قدام بيت حماي ومنو بتنحل عقدة هالصبي تكرم عينك يا قاسم عند السجادة اثنين بثلاثة بتمزع العقل شعرية مشان اهدية للبلدية حتى يسمحولي عمر قوضة على السطح ما بتغلى عليك من أجل السرقة كم يوم؟ السرقة؟ السرقة شو؟ قصدي قصدي سرقة القوضة المخالفة يعني ايوه افتكت في شي سرقة لا سمح الله ايه سيدي امت بتحب تاخد سجادة؟ هلأ ازا ما في مانع تكرم عينك بدي خدمة تحريز تك شلون بتعيروا هيك السجادة؟ انو حدا بيعير سجادة شو بدي اعمل يعني؟ الزلمة طلبة مني حلوة نخجله؟ ايه حلوة شو قلوا عليك الزلمة؟ بعدين كنت بتقدر تتحجج ميت حجي بعدين تعال إلا بركي ما رجع للسجادة شه؟ شلون ما يرجع يعني؟ هلأ انت بتعرفوا منيح لهذا قاسي؟ يعني ما عارفة سطحية من بعيد لبعيد لك طالما من بعيد لبعيد شلون بتأمن بتعيروا السجادة هيك؟ على العميه هني يا أم سمير ما بيصير تسيق الظلم بالناس هو صحيح أنا ما بعرفه منيح بس مبين عليه رجال آدمي وأمين وابن حلال سيماهم في وجوههم بعدين تعالي أقلك كمان أنا قالي نظرة بالناس وبكرة بتقولي أبو سمير معو حق طيب لا نشوف هل يبدو السجادة هيك؟ أصبح هاي تمريز يا عجم يا السجاد هل يبدو السجادة هيك؟ هل يبدو السجادة هيك؟ استنى عامين استنى 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 هاي سجادة مترين بتلاتة يعني ستة بتفرش لك مضافة وبقديش المتر إليك بألف وخمسمية ورقة شو هل حكي بالمؤسسة المتر بألف وخمسمية وشو بفرق عن المؤسسة أنا يعني سعري بسعرها هي قطاع عام وأنا قطاع مشترك معي مساهمين لأنه على كل حال بخصم لك خمسمية ورقة عن السعر الإجمالي لا عمي إذا بسبعة آلاف بأخدها فوراً وبتفع لك حقة على الحارك هلأ أنت شرة ولا بدك تفاصل مفاصلة؟ طبعاً بدي أشتري شو عم بمزح معك أنا؟ أخي هي كلمة وحدة بثمانت آلاف ورقة اتحمل ولا نحمل ونمشي؟ ماشي الحال أنا مالي فاضي أخذ وأعطي معاك رح اسم هالبيت دار بالنص بيني وبينك يا الله مسيك حبيبي مسيك هاي سبعة آلاف وخمسمية بيني وبينك خلصنا قول مبروك مبروك إن شاء الله تهريب الهنا الله يحفظك يا الله أي يا أخي شرف شو؟ لح تحملها أنت؟ طبعاً نحن خدماتنا للبيوت شركة مساهمة مغفلة ما شاء الله تسلام فضال العفو، أبو إيش بلا زغرة؟ أبو وليد أنا نعم أخي أبو وليد أهلين البيت بعيد من هوم؟ لا لا بيكم هوم بالحارة الثانية إيش فاضي؟ شوي موسيقى يا الله في حدا؟ تضل أخي شريف يا الله يا الله حطوا لي أرون أفل باب إيه على عيني ها؟ الله يعطيك العافية ويسلم أندييات مبروك يا عمي وليد الله يسمى ويعودك القرش بمية الله يحفظها السلام عليكم مع السلامة يا أم وليد أم وليد أعطيك العافية قلبي تكلها زب تريد يسلموا كما يسلموا يعطيك؟ أستعلموا الكتابات موسيقى سپس نعطي كل عافظ يا باق مين؟ مرحبا أختي موليد أهلين يا أخي مين حضرتها؟ أنا منطرف أبو وليد بعتني أخد السجادة اللي اشتراها اليوم قال حتطور الباب يو، وليش بدك تأخذها يا أخي؟ أبو وليد وايخ براس الحارة مع تاجر السجاد قال بدي يبدلها بوحدة يا أكبة إيه، لحظة لك تفضلي يا أخي يلا يلا السلام عليكم وعليكم السلام أنا أم وليد أم وليد يا أم وليد أم وليد أم وليد يا أم وليد ام وليد ايه أم عصام الله يوفق ويرزق واشتراها السجادة رخيصة بس، هلأ باعت واحد أخدها اغامشل لا حتى يبدلها ايه؟ شو عطولي؟ شو، سكل شو؟ أم عصام، أبو وليد جوعان كتير هلا بس ياكل بحكي معي مع السلامة شو يا سجادة؟ عم بحكي عن السجادة مو بعد أخذتها لتبدلها الله يعطيك عافية على هالعملة لك ليش؟ شو ليش؟ بك شلو بتعطيلها واحد ما بتعرفيه؟ ليش مو انت اللي بعطلنا السلامة؟ او را هي معتلك شي ما يطيقه أبدا يكون يخلصني متليك على أول سبب لوين؟ لوين رايح؟ رايح الحرارة؟ شوف شو صار بالسجادة؟ كلفتني بعد رجحة؟ موسيقى اي اي؟ طلي حرامي والله مثل ما عم قلّك وأبو وليد رح يدور عليه الله يجمعه فيها حق ليه على قامت ان شاء الله انا السبب انا السبب يا ام عصام ها عمين دق الباب يمكن ابو وليد هلا بحكي معيك ام عصام خاطرك عن اذنك مين مرحبا اختي ام وليد اهلين يا اخي مين حضرتها انا من طرف ابو وليد بعتني لبشريك انه انكمشوا الحرامي اللي سرق السجادة يهي الف الحمد الله والله انك تستاهل امشارة يا اخي بس ابو وليد هلأ وين صفي بالمخفر وبعتني منشان جبلو الترانشكوت العفني قال اللي كان لابسو اليوم يو عفون يا اخي بعلامة شو بتعطيك الترانشكوت انا قال لي بعلامة انه الترانشكوت معلق اف الباب وقال بعلامة انكم تساببتوا وتخانقتوا وبعدلك ولحقلك لانك عطيتي السجادة للحرامي لحظة يا اخي فضلي اخي خاطري محسسسון ما نحسسجاده عجميه حسسسجاده ايه اللي بده السجاد ماناها السجادة عاجمي تابريزية السجاد ماناها السجادة تابريزية مرحبا ياه اهليه وسهلين ماديش السجادة حي ما بنختلف حبيب قلي مهم تعجبه فريد ليازم اسمعه ايه على عيني ماؤائي عمoud عجل للي شريف عمي اسهمواม اهليم وسهلين اهليم سهلين اعدوا ولو, شو ما في اماني يا ترى البيت ابين هون لا لا قريب براس الشريع فركتك عضو ايه ش رف لكة فضّل. يالله. أهليم وسهلين. أبو إيه شمل أصغران؟ أبو رامي. أهليم وسهلين. شرفنا أخي أبو رامي. على عرسل. أخي؟ نعم. إذا كان عندك شغل، أنت اتهوّر. أعطيني عنوان البيت، وأنا بوصل السجاني لأكتيم رامي. لا لا، راح نصّل. شبهنا شو طعبت؟ لا لا لا، أمرك حميبي، أمرك فضّل. شرف عمي شرف. يا الله يا الله. فضّل خليل. يا الله يا الله. حطّه على الوراء البارد خليلين. يا الله يا كمبات. أهلا وسهلا. يا الله. شكراً شكراً. أهليم وسهلين. خير أبو رامي. نعم. كان يشايف البيت مكركب شوي. إيه والله، صلّنا يومين نهلين لهون، ما تركّلنا للسرد. ها، يعني أنتو موم الحرم هون؟ لا والله، إحنا من برزة، واشترينا هذا البيت وحنسكن هون. ايه، بالهنة إن شاء الله. يالله، السلام عليكم. الله معك. فضّل شعب في جانب. إسلام يا رام، شكراً برأة. الله معك، مع السلامة. شكراً للمشاهدة، برأة. شكراً للمشاهدة، المترجم للقناة ابن عملي وما يهنالي ابني خالي وما هبالي ما لغير سويدي والجلب هو اللي مرحبا أختي أبو رامي أهلي بيسلم عليك أبو رامي بيقلك عطيني السجادة اللي جابها من سويدي وليش بدي إياها؟ قل بدي إبدي لها بوحدة أكبر بس على علم أن نشتراها من واحد بالطريق مظبوط وليكوا واقف معه تحت برأس الشارع عم يتفرج على السجادة أكبر طيب أنا كيف بدي أعرف أن أبو رامي بعتاك؟ لا يا مادام والهو ليش لحدك كذب عليكي لا سبح الله أبو رامي قل لي بعلامة أنه هو حتطور الباب وقال أنتو مصلكم همين نقلين من برزة ماذا؟ تفضل تفضل يالله يالله لا تأخذنا سلوي لا سلوي ماذا؟ ماذا؟ أهلينا أبو رامي؟ هلأ بعتلك السجادة مع الزلمة؟ ماذا؟ ما بعتت حدا؟ حرامي؟ 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 يحاولي يا مرصخي ماذا؟ 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 كلمة تانية برمي عليك اليمين هاي السجادة التمية ما نفرط فيها من نوب؟ فهمتي ولا ما فهمتي؟ ماذا؟ الحوامل ما يهرم؟ هذا حرامي والله حرامي عم تقولي عني حرامي؟ روحي لكان انتي طالع 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 مني هيك؟ لك يا عالم يا ناس ماذا؟ أخذت لي سجاتي؟ سجاتي يا ناس؟ لا حوله ولا قوة إلا بالله شغلة عائلية ما دخلنا أما سنعة طلقوا خرب بيتها مشان شاب السجادة؟ ماذا القصة هاي؟ ماذا بكون؟ فضل فضل سيد كاسل يسلم ومستعجل يا عمي يا بسمير هاي سجادتك كتر خيرهاك والله لا يحرمنا من عم سالك يسلم وليدين يا رب يا عمي في حصصة كان فيها شيء الله وكيلة متل ما أخدتها متل ما رجعتها خلصنا بقى هلا بناتنا الشغلة يلا خاطران ما بيصير نكشرة في جاء نهوة ايه ليش لا قهوة الكرام بتنشرين أهلين وسهلين تفضل علي أم سمير يا أم سمير ساوينا قهوة للطيف تفضل تفضل يلا يلا تفضل تفضل سيد كاسب يزيد فضلك يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالمأهل أهلين يا عمي ما زال بابه الكرامي يقرعه أمرني سيد كاسب بدير استغيرها ترياشي أسبوع زمان الله وكيلك يا نفيسة أهل الحارة هلكوني كله بيسألني شا بدك فيه ليش بدك تقابله شو رح تقله وأنا ما عمرت على حد منه عامل قد سطوح وقدن زراب قدن طين وقدن منعجين ولك بس بدي أفهم إنه هالناس شو بده فيه لك شو بده فيه الناس حر أنا بقابل مولانا الوالي ما بقابله الشغلة على كيفي بيستقبلني ما بيستقبلني الشغلة بتخصني إلي وقلتلن هنحكيها مو أنه ما قلتلن قلتلن والينا بقابة كل أفراد الشعب الكبير والصغير الغني والفقير المسؤول والأجير وما بيرد حدا عن بابه بابه مفتوحة للجميع لكل أفراد الشعب وأنا واحد من أفراد الشعب مو من أفراد الشعب أنا يا نفيسة طبعا لك من أفراد مين بس اللي بدي يفهمه أنت متأكد أنه مولانا الوالي رح يرضى يقاب له طبعا متأكد لك المالي متأكد يعني فكرك هيك أنا عم بحكي بلا طعمي صدقيني يا نفيسة أني أنا متأكد من هالشغلة يعني متل مالي شايفك قدامي هلأ طيب أنا رح أسايرك على عقل هاتي لشو فرضا ها فرضا مثلا أرضي مولانا الوالي عبلا شدك تقول له ها ها يا ستي أولا رح التحش بين إيديه ورجليه وأتوسل إليه رح انبحت بهالأراضي واستعطفه لحتى يساعدني ويأمر لي بالعطايا أولينا متل ما هو معروف بيحب زاعد الدرويش والمعترين يلي على باب الله مثلي إيه لكان شو فكرة أنت نفيسة يصدقيني لو لا هالشلة العاطلة يلي حواليه كنت قابلته من الجمعة الماضية بس هنين عم ياخدوني ويجيبوني وعلى سيم وجين يعني حاسس مو كتير قابضيني وعم يقولوا لحالون يعني معقولة هيكي واحد مش رشح مثل هاد يفوت لمجلس الوالي ويكحل عيونه بمرأة وينشلق عليه بس قسما يا نفيسة ومن ثم عظمان راح أفوت غصما عنه لأنه الشغلة ما في خيار وفقوس أبدا هيك قال الوالي بخطبته الآخرانية يعني هالكلام مو من عندي طيب هلأ لو رحت لقيتلك شي شغلة تنفعك مو أحصل لك من التخفيق كل يوم والتاني على ديوان الوالي ليكو تانية ليكو يعني لقيت شغلة أنا وما اشتغلتا شو هاد نفيسة ما لك شايفتية كيف مسكرة بوشي وين مراحت وشلون ما فتلة السوق دائر يا مخلوقة شو الحقي دائر السوق والشغل واقف مو بس علينا ها عالكل بس نحنا عمنا كلا أكتر شي ليش؟ لأنه شغلي أنا مياومة وما عندي مونة متل غيري يعني فكرك الشغل رح يدق بابك ويقلك شريف انت لازم ترقد ورا لامتك مو تقبلي بالبيت متل قفت الهم وتطوطح بإيديك انت لازم تدور على الشغل أوف فصاعة منك شو بتلعي انت يعني أحسن من هاللعي اللي بلا طعمي طلعي لفوق شو فيلي هاللأ شي هدية أخدها معي لجناب الوالي لأنه مو حل ويروح لعنده وإيدي فاضية كمان لا والله وبتعرف بالواجب كمان وعلى قولة المثل شروال ما عندو دكتوب 14 إيه أكل ما عنا بالبيت بدك تروح تهدي هدايا شو شايف بيتنا مليان هدايا وجواهر ودرار ولك يا نفيسي يا فهيمي الهدية مو بقيمتها الشغلة رمزية يعني المهم أحمل شي بإيدي وأنا فايت على جناب الوالي وجناب الوالي رح يقدر لي هالشي مو إنه لقى مو خشيم الزلمة أصبح خد له منقل الفحم هاي هي وما عندنا شمينا ريحتها لللحمة منقل الفحم؟ نقولك أخ أخ يعني مو الحق عليكي الحق علي اللي بيسألك يعني ما أحلاني وأنا فايت على أصر الوالي وحامل بإيدي منقل الفحم أشو قالوا لك الوالي فاضي بصت بهالأراضي ويشكل حمي بسياخ ويشعل الفحم ويقعد يشوي ويهوي؟ يعني ما عندو شغل غير شوي؟ فضيحة انتي شو عقلك دي قد خرم الإبري عقلك انتي اطلع لك أن انت يدوره على هدية أنا ما بعري طيب شو رأيك؟ آخذ له طاصة الحاسي اللي عنا؟ طاصة جدك يعني؟ ايه طاصة جدي شبهة طاصة جدي يعني؟ صحيح إنه مالا قيمة بس قطعة فنية حلوة تحفي تحفي حقيقية أنا بشوفها هلأ حضرة الجناب الوالي عندو طاصات الدهب والياقوت والمرجان رح تعج بطاصة جدك الأنتيكا؟ ولك يا فهيمة يا نفيسة هيا إذا إلئيمة بتكون لأنها قديمة يعني في شغلات كلمة عدئت كلمة غليات ما عمين عم بحكي أنا؟ قال أنتيكا قال والله شايف إنه عقلك الأنتيكا؟ لو أمدور عليها من هلأ أحسن من الأخذ والعطا معيك وين محتوط الطاصة؟ شو بيعرفني؟ أمدور عليها أنتي بس ما تكون الطاصة ضايعة مشكلة وقتها انتي رماتي مولانا الوادي أهلا أهلا خدامكم درويش الدراوشة واحد من رعاياكم المخلصين سيدي أهلا وسهلا يا درويش ماذا قضيتك؟ سيدي لو سمحتوا يعني تقبلوا هالهدية المتماضعة مني قبل كل شيء؟ مولانا بعرف إنه موم من مقامكم أبدا ومقامكم أعلى وأسمى من هيك بكثير وحاشة لله إني قدر أوصل لرفعة مقامكم بهدية ووضيعها مثل هي بس عزاي الوحيد يا مولانا إنه هالطاصة هي أغلى شيء بملكه يعني أنا ما بملك بهالدنيا إلا مرتي نفيسة وهالطاصة وإذا قبلتوا هديتي مولانا ما رح يضل عندي إلا نفيسة وهي بصراحة مو نفيسة أبدا يعني ما فيه شيء نفيس إلا أسمها تكلها معينك ولحناء بنا هديتك يا درويش كتل خيركم يا مولانا غمرتونا بلطفكم وغرقتونا بعطفكم وطمرتونا طمر بحنانكم وصيحت صدركم مولانا قل لي هلا شو طلبك مولانا أنا زلمي متعيش على باب الله يوم بشتغير ثلاثة لا يوم بتنفرج وثلاثة بالضبطيب يوم منتعشها وثلاثة مننام بالعشا وأنا يا مولانا طمعا بكرمكم وعطفكم وشهامتكم وأنا بحرف تماما أنه مولانا الوالي مجرد حدا خايب من أفراد رعيتو تكرم عينك ومين إلك لحنرد الخايب يا ياسين عبرك مولاي خوض الطاصة يا ياسين عاضر مولاي اسمع يا ابني صرف لهم يدهب حاضر إلهي إلهي وسيدي ومولاي يبعث الكن مية قف التهب إلهي إلهي يرزقكم من حيث لا تعلمون إلهي إلهي يكفت عليكم كفت براميل من الياوت وخوابي من زمرد إلهي إلهي يدلع فوق راسكم تلق مواعين وتناشر من العقيق والمرجان إلهي إلهي يطمركن طمر بالعسجد والزبرجد إلهي وهذا اللي صار يا أبو شلهوب شوالحكي يا شوالحكي معقولة ميت دهبة بفرد ضربة إيه لكان فرد ضربة إيه لكان بضربتين يعني معقول الوالي يعطيني ميت دهبة بالقصوطة يا أبو شلهوب ليكو التاني ليكو على كل حال عجبتني هلق ماشي لفلي ياها الله يرضى عليك وإنت ما أعطيته غير بس طاست نحاس إليش أنا عندي غيرها لأهديها وقبلها منها وليش لحلت ما يقبلها أخي لهدية رمزية مو شرطة تكون مكلفة على كلين قديش حسابك إنت هلا مو بيناتنا بعدين بعدين مو مشكلة ماشي الحال لفلي ياها هيكي لفي مرستقة لفي منتازع لبي ما أرجع أنا رح لف لفي السلام عليكم مع السلامة مهونة إذا هتدرويش هاد هاد الوالي طاست نحاس مهرية وأخذ مقابلة مية دهبة لكان أنا إذا هديته علبة المجوهرات اللي لطشتها بزماني من أخزانة جدي الله يرحمه قديش بيعطيني؟ أكيد مؤقل من ألفين ثلاث تلاف ضهبة على الأليلي تاجر أبو شل هو بوتكي طعب المسؤول بين أيديكم مولانا تعرفوا شي؟ هاد أكبر تاجر ماش بالبلد يا مولاي وشلو مسموعيته؟ بل هموطي وعينه الديئة وزمته واسع يا مولاي خلي فوت حاضر مولاي بل يتفضل أبو شلهو السلام على مولانا الوالي حامي الحب وعليك السلام شو طلبك؟ قبل ما أحكي شي يا مولاي اسمحوا لي أدم لكم هالهدية الرمزية المتواضعة عربون محبة وولاء لشخصكم الكريم الجليل شو هاد؟ دهب ومجوهرات؟ مولاي الوالي هالهدية مو من مقامكم أبدا انتو مقامكم أكبر من هيك بكتير وحاشة لله أني قدر أوصل لمقامكم الرفيع بهدية وضيعة مثل هاي بس بتظل الهدية رمزية يا مولاي ولحنا بنهديتك يا أبو شلهو شو طلبك؟ عفوا أنا ما لي طلبات يا سيدنا أنا ما لتمست مقابلتكن لأطلب شي يا مولاي كل ما هونالك إني حبيت عبر عن حبي وولائي وإعجابي بشخصكم الكريم يا مولاي شكرا يا أبو شلهو ولحنا كمان ما منخلي علينا شي كمان لازم نقدم لكم هدية بدورنا عفوا يا مولانا هالرسميات مو بيناتنا ولو لا 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 ما بيصير انت هديتنا هدية رمزية ولحنا بدورنا لازم نقدم لك هدية رمزية أمرك يا مولانا مثل ما بتأمروا ما فينا نقل كله يا ياسين أمرك مولاي عطي أبو شلهو طاصة لنحاسي اللي جابه درويش الحالة لنحاسي ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 يا سيدي أنا مالي مبسوطة عجبك ولا ما عجبك ولك فهام علي يا بني آدم عم قلك بدي جو جديد ما منعرفه من قبل ومنين بدي أمن لك هالجو بقى؟ أنا بقلك قال في مطعم فاتح جديد اسمه مطعم الخيلات مطعم شو؟ الخيلات هيك اسمه بس قال شو؟ تحفي تحفي من التحف كأنه كفاية على متحف من متاحف فاريس خضار وشجر وزريعة لا والقرسين كلهم بنات وكلهم عم يفتلوا بين هالطاولات ولبسهم بياخد العقل ها ها ايوه ايوه هلأ فمت عليكي ومين دلك عليه؟ هيك عم يحكوا النصوان مع بعضهم باستقبال إملؤي يعني هنه نجربوه؟ ما بعرف بس هيك كانوا عم يحكوا طيب قديش الفاتورة لشخصين مثلنا معدتهم وصوت؟ ما بعرف بس قال هالمطعم رخيص رخيص فوق الوصف رخيص قال شي ما بيتصدق من كتر مورخيص يعني أرخص من مطعم أبو وحيد؟ بكتير قال أرخص من أي مطعم بهالبلد يمكن صاحبه عامل دعاية يمكن نادر ندر شو بيعرفني؟ هالحكي مومل عنديها الناس هيك عم تقول طيب وين محلو هال؟ بشارع أبو ريحاني أبو ريحاني؟ هلأ نحنا خرجنا نروح لهيك مطاعب بشارع أبو ريحاني؟ أبو ريحاني؟ هلأ شحدت على حظي؟ خلص بطلت ما عاد بدي هالمشوار كله لك تطلب المشاوير وساعتها خليني واتفوسة بالبيت ومقبورة بالحياح سلي لك شو هالملافظة اللي بلا طعمي؟ شو ماتفوسة وما ماتفوسة؟ عيب؟ شو لنالي؟ لك شو هالحكي هادي اللي بيفور الدم؟ مو بيدي يا سامية مو بيدي هيك أنا ربيت ربيت عالتواضع والفقر بخاف من المحلات التقيلة بخاف بخاف من المطاعم الجغ يعني مثلا شو بدي يحكي الواحد؟ لوح الصابون لما كان يصير بروة صغيرة ويدوب ما كنا نكبو لك شو كنتوا تعملوا فيه؟ تأكلوا؟ لأ شو نأكلوا؟ كنا نجمع هالبروات كله ياتا الخضرة مع الصفرة مع الزهر ونعجنون ونساوي منهم لوح صابون جديد صحنا المالقي إذا نكسر نصاين كنا نخبيه وليش بقى؟ يضل مخبة هيك حتى يمرق الخراز اليهودي عالباب نندهله يخرز لنا نرجع ناكل فيه من جديد إيشو هو ورقة حتى تخرزوه؟ متل ما عمقلك ولك الشفرة الشفرة يالي كنت أحلق فيها دقني إذا تلمت كنت حسها وسنة بالكاسة حتى تصير حدة وارجع أحلق فيها ما اختلفنا بجوزر بيت فقير لأنه ما معك مصاري إيه بس هلق معك مو إنه ما معاك المهم هلق عم تقولي المطعم رخيص ولك رخيص كتير شبك غط على قلبك بعدين أنت مهندس وداير نص أوروبا لما كنت تدرس هنيك وهيك محلات متعود عليها لكن شو بتيقول أنا؟ يعني هيك فكريك؟ إيه طبعا ويكون بمعلومك إذا كان هالمطعم رخيص متل ما عم يقولوا كل يوم والتاني ده بتاخدني عليه على عيني وعلى راسي أنت معزومة على حسابي بمطعم شو ألت اسموه؟ مطعم الخيلات لو ملبس خيلات نقصنا خيلة لأنه نقصنا خيلة لأنه اهلا وسهلا مضورة شكرا 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 اهلا الله شو أل THAT اهلا وسهلا بتحب توقف على شي والله بنسبة إلي بدي لاحظة من خبر الشت ما علي؟ شو علي؟ أهلا، سهلا هلو مهان؟ شو رأيك؟ يعني مو أحلى من الوصف اللي وصفوا لنا يا؟ أحلب كتير، الوصف مقصير، الحقيقة أحلى سامع الموسيقى ما أحلى بتهدي الأعصاب لش أنت من إيم تكن إليك مراة بالموسيقى السلو؟ إلي مراة؟ شو مالي مراة أنت الثاني؟ هلأ خليني رايق أو بلد علي؟ ماشي أي ستي؟ شو بدك تبغدي؟ شو مكتوب الليست عندك؟ الليست الثاني قدامي والله معقول؟ شو ها؟ مكتوب، فروج مسلوق بميت الورد، محشي برز أنكل بينز ومحمص بزبدة الأحشاب الاستوائية ومدهون بأفخر أنواع الزيت النباتي الآسيوي وكل هالشي بعشرين ليرة، كمحقول؟ باللهي، هيك مكتوب عندي؟ إيه، رابن نفسك، الليست معاك؟ إيه، والله صحيح؟ لك عجيب هالرخص، فروج بحاله بعشرين ليرة؟ ما قلت لك المطعم رخيص كتير، ما كنت تتصدق لأ، أنت شوفي السرطة مالخصة، اسمعي سلطة بالميتو مع الهليون، عرفتيت بالميتو؟ قال بالميتو، شجر النخيل لبو، لبو لشجر النخيل مع الجزر والجرجير والطماطم الحمراء، والأخيار الفرنسي الشهير، هذا الطويل الآسي وفوقهم منا جبنة روكفور، وبزاليا بالكريمة، وملفوف أميركاني أحمر وفطر أبيض صيني، وفليفلي هندية، وبيض مسلوق ترانشات، مع اللبن المقشود، وكل هالشي تسع ليرات، مع الخدمة خمسة عش بالميتة، يعني ما عدا الخدمة، بتمل ليرات؟ ما قلت لك رخيص كتير، ما كنت تصدق، يا ريتنا مستفتين على المطعم من زمان يا جماعة، لك بحلم أنا ولا بعلم، شنون بتوفي معه هند؟ لا تشفق على حدا، لو ما بتوفي معه، ما كان فتح مطعم ورخص الأسعار، هذا لا تنسى إنه ربحان كمان، يعني لا تصدق إنه في حدا بيبيع بخصارة العالم ما لجد معه، وبتعرف مصلحته، فصاحة، أكيله البنادورة لحاله من باب سريجي أو من شيخ مهدين بخمسة وعشرين ليرات، الفروج النيب الجبلة حقه مدرون عشرين ليرات، طبق البيض لحاله حقه مية وعشرين ليرات، وإنتاج شركة ليبيا سوريا وأضربه أطراع، شو بدي يلي، علبة اللبن حقه عشرين ليرات، وإنتاج شركة سوريا سعودية، يبقى شلون عم توفي معه هند؟ شلون عم يرباح؟ هالمهم هلا، شو بدي أكبر القصة؟ ليش آكل همو أنت الثاني؟ أنا بدي فروج مسلوق بمية الورد، وصلتة النخيل، وصحن حموص وصحن متبن، لأنه كل صحن بتسعين قرش، يا بلاش، وبدي كمان تبولي طيب لحظة أمور إستاذ؟ بدنا نوسع الطلب لو سمحت فيك على عيني، شو بتحبوا تطلبوا؟ شو في المدام بالأول أنا بدي فروج مسلوق بالماورد، يلي مسمينه هون روزة تشيكن، وصلتة بالميتو، وصحن متبال وحموص، وصحن البانيس كشكي، وكبة حميس، والسانات باردة، وصلتة زيتو مع الجوز على عيني، وغيره؟ حاجة سلامتك، ما بدي شيء لك طلبي سامو، طلبي، خدي راحتك، لا تخلي شيء بنفسك، لك بالله نسيلي الرجيم اليوم، نسيي هيك أولاك، لكن جي بيلي صحن ورق عنب، يلا نجي، وصحن روزته، وزنود الست تكرمي، شو بتحبي تشروي كمان؟ بدي، عفوا، قدي السعر لفروت جوز؟ مو باين السعر منيح، ممحي، سعر لقلاس الواحد خمسة واربعين قرش، لكن جي بيلي كاسة فروت جوز كبيرة، بدون جوز، وكاسة عيران باردة، على عيني، والاستاذ؟ أنا بدي بالنسبة للحومات، بدي كوردون بلوب، وكاتري لي الفطر والهوت سوس، عملي معروف أما بالنسبة للمقبلات، جيبي لنا صحن شنكليش بالجريم ببر، طازج وإذا في لزانيا لاتكاتري، جيبي طبا، طبا صغير، لده وقام بس، بس يعني هيك حتى ناخد فكرة عن أكل مطعمكم الراقي، مطعم الخيلات تكرم، وشو بتحب تشرب؟ آها، يا ستي، بالنسبة للعصير، جيبي لي إبريء عصير السيدر، تفاح يعني مفهوم استاذ وضيفيلي للإبريء، يعني، سيفن أب، شوي، سيفن أب، وشوية بلودي ميري، بدون ميري على عيني، في معنى استاذ نوصلكم الطاولة بطاولة تانية، مشان تاخدوا راحتكم؟ لا 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 لا، أبدا ما في مانع، أخدي راحتك، بس لا تطاولوا عملي معروف، لأنه جوعانين كتير، مو شوي ولا يهمك، شعار مطعم الخيلات، الخدمة السريعة، والأسعار السابتي هلو، توفيقة شايدنا، مع توفيقة أهلا وسهلا، شرفته شوها؟ شراب براعة من اللوز، وضيافة من صاحب المطعم شكرا كترنا شوي بالطلبات، مو هيك؟ رخيص، رخيص كتير تحرفي قديش بتكلف فات وردنا كلها على بعضها؟ قديش فكرك يعني؟ استني لأ حسب لي، ها؟ ها؟ إذا قلنا صحن الكوردون بلو بـ 12 ليرة، وصحنين سباكيتتي بـ 4 ليرات ورباع، والفروج لحاله بـ 20 ليرة، غالي الفروج، شو 20 ليرة؟ يعني الكوردون بـ 12 ليرة، والفروج بـ 20 ليرة؟ غالي كتير، شو الشغلة شلف؟ شو هالطمع هاد؟ فاتش معونها، نحنا مالنا جدبان؟ بس هدول ما بيتفاصلوا، كاتبين بالليستان ممنوع المراجعة والمفاصلة طيب شفلي، قديش بتطلع فاتورتنا؟ كلها على بعضها، يادو بتطلع 155 ليرة، يا ستة زائد 15% خدمة 178 ليرة، بل كتير يا سيدي معقولة كتير، شوف مروان من هلا، وهي عم فهمكها، أنا كل يوم دي اتغدى هون بهذا المطعم، إلا أنه أرخص نطبخ بالبيت مبيت مرة، بأ لا تعمل لي أردن ورسان؟ لا ولو تكرم عيني، الغالي بيرخص لك وحياتي تريدو شيء تاني يا ستة؟ لا، سلامتيك، تماما، يا ستة، أكلك منين يا بطة؟ دوء مروان، دوء هالكشكة مأطيبة، نعم، مم، د آفة رائعة جدا، لكن هاي البنيز كشكة، لكن انتي تاني، دوقو أيدي هاشنقليشات، هاي حمصيان شاننقليش، مم، مسيك، مسيك، كراحها الله بنات، ملحه راكز كتير، لحظة لحظة، تفضلي مدى، يسلموا إيديكم أحباً بسهر شايف مروه؟ شايف الزوء واللطافة والأطافة؟ يارفتي فعلا، بس أنا اللي مستغربوا أنه النطافة والأطافة والروايح الهفهافي، والمطعم فاضي، ما في حدا معلوم، مطعم الأكابر هاد، مو يماً كان بيسترجي يجي يأكل فيه تعرفي، كان لازم يسموه مطعم الدرويش، بتكون التسمية إدق مور أستاذ؟ عفوان، عم حكو خطلي إن شاء الله ما أكل الهنى الله خليكي، هنيكي بالجبابيك نعم، أستثقل مثال؟ نعم، أم، أرأي أحبون، قمواتون، و رعلا، أحبون، أستخدم أكبر، بحوان، أتلف المرسكي، والرحمن الملي ساكبر، يحبون، أم بحوان، غسر، أم بحوان، جوني، وضع، و couldب، وحبون، هشرف وحبون، اتمام، جيد، وفحبوان، جميل، أمت بحوان، أرواحي بحوان، وارش هؤ الشخص لتنا، فهو، جيد، شخص لأكبر، جماذج، جميعًا، وحبون، الأشكددا، يعطيك العافية. الله يعافيك. معمي يفتح الباب يا غاني سي? طبعا. شو مزوم يعني? لا. لك شو قسطة? مقفول. من? اشتون بي مفتاح? بالمفتاح. وبين مفتاح? معي. طب فتحي لي يا عملي معروف لو سبحتين. بديك تقطع وصل بالأول لك. لا حول أولا. أخوة أهلا بالله. منين هذا الوصل بنا طيعة؟ من عندين؟ طيب اعطي الوصل خلصيني الله يخليك يريحيني. طيب يا سيد. ما بدك تطع مصاري لحتى أطارك الوصل؟ طيب قديش حق ان الوصل هذا؟ قديش ربع ليرة نص ليرة خلصيني الله يخليكي. لا يا سيد. تاك شو قديش؟ خمس آلاف ليرة. نعم. خمس آلاف ليرة على الشخص الواحد. هلأ بلا ما زيح الله يرط عليكي. ما ترفوت بزرعة فتحي لي باب الله يخلي لي ياكي. سديني يا سيد ما بدر. النظام الداخلي تبع المطعم هيك. لك أنا ونظام ها. دخيلك فتحي لي يا قاني سيريحيني. بعدين منتفهم. ما معي صلاحية؟ بعدين بيخاني صاحب المطعم. لك شو بيخاني؟ شو بيخاني؟ فتحي لي. يخلي ليك شبابك. تفع بالأول. على عيني بس خمس آلاف ليرة كتير. راعيني راعيني استر عرضك. للأسف أسعارنا ثابتة ومصادقة عليها من وزارة التمنية. ومن هون لهون لا تشوفيني واقف راقز. واقف راقز قدامك. بتشرشح بعدين لا تشرشحيني إيدي بظنارك. عفوا يا أستاذ. أنا بستغرب مفاصلتك. نحنا كل زبايننا دفيعة. طيب معلي شي. السجليدي يحفوتي على الدفتر بعضين من نتفاهم. عفوا ما عنا دين. لب والعمل والعمل يا خليل الله راح أموت. سلامتك أستاذ. تفعه وانت بترتاح. طيب حاضر. لحظة تطيري بس. لك حاجة تاكل وتشربي. حاجة تكرعي السوائل. لماذا؟ ليس فعضيك شعلي كلا. وين جزداني؟ جزداني وينه؟ ما حملت جزدان معك. المصاري بجيبتك. قولت كيل عن الشيطان وغضبه. تقدري. فايت نفسها الأخيرة. عشني خلط صيني يا يحيني لس. ولا يهمة. بلحظة هلا بني. ليت أخيدك عشني شويني يحيني. طيب أول بخشيش. لك كمان بخشيش تفضلي مشاهلا الله أخذي. هاي ليرة رايحيني رحام في لي. لا يا أثار ليرة. بهايك مطعمة أقل من مئة ليرة. هك مئة ليرة كمان. إن شاء الله يثق معي فرط. هلا أفضل. بس يا عادة. يا ناس معقولة يدفع خمسة آلاف ليرة على الشخص الواحد مشان هيك فوتين. لكن كيف صدقت إنه الفاتورة بمئة وخمسين ليرة؟ موسيقى عفوا ليش الباب مغفور؟ مروان أنا جاهزة. مروان قوم. نعم. شو ما نروح المطعم؟ لا. بدلوا على الحمام. الحمام نعمة يا جماعة. أنا حبيتك من أول نظرة بتموؤون 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 العيونة. إسلم لي الصوت ما أحلى. الله يسلمك. وحياتك بتموؤون. يلي عيونة. أحلى عيونة. موم؟ أبو خالي؟ هقول حبيتك. هم؟ بيحكي معك كلمتين. أشليني هلا حكي هلا، هلا ما بيجيكي. الكلام معي إلا لما بكون مطروب. كلام اللي بديموله ما بيتأجع لاحق عالطراب اسمعي يا بنت الحلاش إذا بدك تحكيلي عن جوز بنتك دوحى وتحاولي تلعبي بعقلي لروح صالحه فتأكدي إنه هالشغلة بعيدة عن سنانه يعني ما بصالحه لو بشحلي أصبيعه العشرة شمك واحد خجلان ومزدحي من شغل عمه إشلون بدي أحكي معه أنا بعدين وإذا كنت أزين شو يعني شغل عيب ليش أبو شو كان يشتغل دخيلك هلا مين جب لك هالسيرة لكن إذا كنتي ناوية تفتحيلي قصة الإسمة بيني وبين إخواتي كمان لا تفتحيها لا تفتحيها لأنه هالحكي ما عد منه فائدة السمنة من عشرين سنة ومشي الحال ليش نرجع نفتحيك موضيع معدته هلا كل مين راضي بنصيبه هلا ليش أخد كل الحكي على حسابك كلهم كلمتين بدي بقهم بقى احكي لشو وحياتك بتموه إخوة تغير لي هالموجة وفتح لي أدنيك مني ناشي الحال هي زكتنا هاتي لشوف سمعينا اليوم إجا المهندس وكشف على سقف المطبخ إيه وشو قال شو قال قال السقف خطر كتير وممكن يضطر بقى فوق راسنا بأي لعظة شو الحكي يام غالب معقولة معقولة ليش لحتى تكون مو معقولة وقال كمان لازموا تدعين فورا وما قالك قديش بكلف التدعين 15 ألف ليرة يا حبيبي ومنين بدنا نجيبهم هدول شو بيعرفني بس نحنا لازم ندبرهم منين من كان بصراحة أنا ما بقدر عيش تحت الخطر ما اختلفنا يا أم غالب بس هم نيم الديان لك هم نديان ما اختلفنا بس هم نيم شوف أخوك أبو عوني لا كل شيء لأبو عوني ما بتتذكري لما قصدتوا على 10 ألف ليرة من غير اليوم مشان عمرية الزايدة تبعي كيف عمل حاله مسافر لحلاق مع أنه كل الناس كلهم شافوه متخبي بيت حما لاطي هنيك شو طالع له هنيك ما بعرف فعلا هالأبو عوني قليل بايقة ومحده بيحزر عنه يعمل هشي أصبح ما لغير ابن خالتك شكري 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 ايه أضرب منه قلعنوا أداء رقبي شو نسيتي من غير اليوم لما أصدتوا على قرشيني مشان أعمل لفتاء الناكيس شو قال لي يوميتا ذكرني شو قال لا قال لي لو معي إجرت هيك عملية كنت عملتها أنا قال يعني المسكيننا بقلوا فتاء وما معه إجرت العملية مع أنه إذا نفخ على البيض نفخ بيقلي يا لطيف على هالناس كيف صاري قل لك أبو غالب شوف جارنا أبو حدو هادر فيها وليل ونهار لزقان فيك مشان يلعبك طاولة ايه بطلب من الناس كلها ولا بطلب من أبو حدو فلك ما بتتذكري يوم يلي عملت عملية استقصال لطحال من غير اليوم شو قال لي قال لي إذا في شي حدا حواليك يقبل يرهن لطحالي ويدينني شوية مصاري دلني عليه بترجاك ليكم السهيان ليكم بدو يتغدى فيك قبل ما تتعشفي ايه لك يا ام غالب بلاك ها بلاك هيك صار الناس شو في منك انت حبيبي شو بيطلع منك انت علي راسي وعلي كتابي والأريدة تقرض هالناس شو ما صلح جية والله يا أم غالب أنا فكري غير فكر شو رأيك مثلا تقصدي أختك عزيزة عزيزة عوز بالله بشوف أزرائيل ولا بشوف العزيزة شو نسيت وقت أنا من غير اليوم عملت عملية المرارة وسمعتها بوقت أختي أي إجرة العملية غالية حلفت بمرارة تمام معي ولا قرش وبعد يومين راح الصيفت على البحر حطت ما فتح ورزق ورجعت فظيعة هي أختك عزيزة لك كتير فظيعة أوعيك منها يفضل حريشة مكارة بنت مكار لكان الناس مخباية بتيابة حتى لو كانوا قرأي بينك طيب شو رأيك يا أم غالب شو رأيك تروحي لعند بنت عمتك مودة خانو هاي مليانة كتير مليانة يعني وما بتصور أنه تردك خايبة أمين ألا لك شو نسيت يوم اللي بخعتني هذيك البخعة يوم اللي استقصلوا لي كيس المي من الكبد معش يعفة من المري ليش أسطيها هذيك النهار من غير اليوم لأ بس بعدت لها ناس تعرف شو قالت لون لا والله ما بعرف قالت لون إيه كانت تساوي العملية بالمستشفى الحكومي حدا ضربها على إيدها وقال لها تساوي العملية بمستشفى خاصة هلأ مستشفيات الدولة ما عادت تسوى مع أنها هي السن الماضي وقت راحت على أوروبا راحت نشانة دوب هالتالولة الصغيرة يلي طالعت اللبس في الظهرة لك فضيعين هالناس يا أم غالب فضيعين لك ليش هيك صايرين ليش لك فعلة لك فعلة لما في حدا لحدا وينك أبو غالب ما لك إلا تقصد رفقاتك اللي بالشغل لا لا أم غالب ما حذرتي منوب كلونا مجربين ويلي بيجرب لمجرب بيكون عقله مخرب رامز طناش لما جبرت رجلي وحطولي فيها سيخ حديد وصفيحة بأربع براغي طناش من غير اليوم لقوا عماد عمل حاله مو سمعان مو سمعان مو هون لما قالوا له أني بالمستشفى عم رقع الحجاب الحاجز تبعي والمدير غسام بيك خصم لي نص راتبي نص بالنص لما غبت أسبوع عن الشغل لما التهبت معي السحايا ووشت من غير اليوم لكا مغالب لكا وقت بيقع الزلمة ما بيعود يلتقالوا حدا لقوا شو بيقلوليك الناس لبعضها لبعضها الناس هلأ إنسالي اللذي مضى وشوف غسام بيك وطلب منه سلفي على معاشك هاي مالو عليك فيها لا منية ولا جميلة لأنه رح يخصم من معاشك كل شهر بشهره يعني حقه مضمون على دوز بارة هيك قلت ايه تقبر لما في قدامنا غير هالحل اضرب هالطينة بها الحيط إن مال زقيت بتعلم لنشوف شو 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 أمرت خمسة عشر ألف شو خمسة عشر ألف ليرة سيدي سلفي على معاشنا ومن إيمتي أنا كنت أعطي سلاف إن شاء الله أفكر حالك موظف بدائرة حكومية أنت طيب سيدي أنت أعطيني أهن أربطعاش واخصمهم خمسة عشر ألف على خمسة عشر شهر اجو فانتحناك مصرف تسليف أنا لعم على القصة بعدين مين لك أنه أنا بأخد فايز وليش أكو عم تحكي معي هيك غسام بيك شو نسيت أنه صر لي عم بخدمك عشرين سنة شبابي وعمري كله فنعيته بهالمشغل ولا مي غسام بيك يعني معقولة بعد كل هالخدمة ما يطلع لي قد دين هيك مبلغ صغير يا سيدي يا أبو غالب يا أبو غالب أنت بتمون مو بس علي عالمعمل كله أنا ما قلت شي بس المشكلة أنه بلوقت الحاضر ما بقدر أعطيك هيك مبلغ ليش غسام بيك إلا أنه ما في سيولة ما في منوب كل المصارية بالسوق أنت بتعرف قديش قلنا بضاعة مع التجار أكتر من خمس ملايين ليرة وكلها مفروضة بالسوق وبالدين قديش عمل لمجمعية يا حزرك يا دوب ميتين ألف وبتعرف قديش علينا التزامات وجمعيات وحق خيط وقماش يعني كل خميس منقبض ميتين ومندفع ثلاثمية والسوق شوفت عينك ميت بقى منين بد يجيب بصراحة أكتر شكروا ربكم وحبدوه اللي عم بقدر أعطيكم معاشاتكم بقى روح روح هلأ ساويلي فنجال قهوة ولا بدغني قدامي هيك موويل بلا ما بتبعت باينكا بتضو حرش له موسيقى 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 نعم موسيقى موسيقى إينا عطلت شي إن شاء الله إي شو عم يعطيك حسني على باب الجامع هو وقال شو سيولي ما معه مع أني شفته بعيوني هدول عم يدفع عشرين ألف ليرا حق ضو سيارته يلي ضربه من يومين بالحريقة والعمل هلا منين نجيب مصاري خايفة سقف المطبخ يتطربق فوق راسي لقيلك حل أبو غالي تروح من بين إيديك ها يعني شي يوم بتفي بتلاقي نيمة فونة بالحياة بين الأطرميزات والسعون والطناجير اه وينك أبغالب؟ نعم سيدي وإنت عم تنظف اليوم ليت شي مثل شو؟ ساعة الدهب الجديدة وععة مني ومعملها إيا شو بحكي؟ وين وععي؟ شو بيعرفني وين وععي؟ بيظهر فلتاني من إيدي بدون ما أحس عليها بسيطة غسام بيك إلا ما تلتقى وين بتتروح يعني؟ بعدين مو مالحلال؟ مالحلال أكيد بتترجع لك قول إذا جوات المعمل إلا ما تلتقى بس أنا خايف تكون وععة مني بره ولو بره غسام بيك مو مالحلال؟ خلاص بنتترجع لك ولو كانت بآخر الدنيا على كل حال انت بهم نيح وانت عم تنظيف بارك بتطلع بطريقك؟ إن شاء الله بتطلع غسام بيك اتطمّن أنت دائما إيدك ممدودة للخير وربك سبحانه وتعالى لابد ما ياخد عشي بعين الاعتبار ما بيضرّك لأنه أنت ما بتضر حدا الله يسمع منك بتصدّع أني لسه ما تنيت بلبسها صر لي ثلاثة أيام شارية لا حول ولا قوة ألا بالله وإن شاء الله مغالي غسام بيك؟ يعني حوالي لخمسين ألف قديش؟ ساعة بخمسين ألف؟ على كلين أنا نازل على المشغل فوت ننظف المكتب الغيابي إذا ساعته بخمسين ألف لكن سيارته قديش حقا؟ ها حبيبي ساعة بخمسين ألف وهذا ما معه سيولي إيش لون لو كان معه سيولي ما قديش اشترى؟ أليس لك؟ عمى، ليك وينها؟ وين رايح يا أجدب؟ العبد المدير؟ رايح بشرو إنه لقيت الساعة أكيد بيعطيني حلوانة قديش رح يعطيك يعني؟ خمسمئة ليرة؟ ما بظن يدفع خمسمئة ها؟ يا أدوب يدفع مئة؟ أصبحت حشها بجيبتك هلأ وروح فك أزمتك فيها ولما بيصير معك مصاري بترجع له ياهون هو إذا أخدته؟ عمقول إذا إذا؟ أكيد رح رجع حقا وقتك تنفرج معي بس إيش لون بدي رجع المصاري؟ لو وقتها بتلاقي مين طريقة يلا تحشها بجيبتك قبل ما يجي حدا ويشوفك شو يا غو غالي؟ نعم سيدي ما باين معك شي؟ لا ما باين شي هو بالمشغل مليناها؟ بيظهر منتورة من إيدي بره؟ أكيد بره سيدي لأن لو كانت منتورة هون كانت التقيت ويم دا تروح يعني؟ أهلين أبو غالي؟ أهلين؟ خلاص، اتطمني مشي الحال تدبروا المصاري وسق في المطبخ رح يتصلح طيب كيف دبرتون وشلو؟ لك هلأ شو بدك باللعي؟ خلاص، لمهم تدبروا؟ هلأ أنت بدك عنيب ولا بدك تغتالي للناطور؟ لا، لعن بعد ايه خلاص، ليش كتر اللعي؟ بس بس هاي؟ وليش عصبت كل الأد؟ مو محرز الشغلة التعصيب لو سارقون مو هاي؟ لا تقولي سارقون؟ حسني ملافظك ها؟ العمش والتسانك طويل، يخرب ديارك يخرب ديارك على هالتسان لك إيه؟ حاجة مبحيت هيسكتنا ها؟ أرجيني، وين المصاري؟ بهاليومين بعطيك إياهون وليش مو هلأ؟ هلأ ما حدا فاتح مين يعني؟ لبنوكي قصدي معي شكل إنه أولاد الحلال عطوني شكل خمس عشر ألف ليرا ورشيكي شكل تصدقي؟ خلاص، مصدقتك، ما بدي شوف شي لك نحط لنا لأمنا كلها على عين؟ ما بدي أكل، موجع على بالي، بلاها هلا موسيقى 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 بسان بيك، البطاعة اللي اشتريتها منك لصدرها لبلغاريا طلعت مخالفة للمواصفات شو هالحكي؟ شلون يعني مخالفة للمواصفات؟ يعني على البطاقة مكتوب التركيب 35% بلستر و 65% قطن وعند التحليل طلعت النسبة بالعكس 35 قطن و 65% شو يعني؟ يعني رجعوا لي البطاعة كلها وليكر كدسي عندي بالمستودعات ما أنت استلمتها ووقعت على الشيء؟ مظبوط أنا استلمتها، بس ما أخذتها على التحليل وليش ما أخذتها على التحليل بقى؟ لأني عم بتعامل معك على أساس الثقة وما في بالعادة حدا من تجار السوق يلعب بالمواصفات حبيبي، أنت قلت اللي بضاع على التصدير وبضاع التصدير هيك منتعامل معها بعدين أنا أعطيك سعر مرتب يعني لو كان التركيب 65% قطن، ما كنت بعمرك بتحلم بيك سعر هلأ أنا ما عم بحكي عن السعر أنا متفق معك على سعر محدد ومواصفات محددة وأنت خالفت هالاتفاء وضرّيتني يعني بصراحة في لعب بالموضوع لا لا لا، شو ها؟ شو هل حكي هاد؟ هذا معمل محترم، قوله اسمه، شو لعب وملعب؟ المهم هلأ، شو بدي أعمل بالبضاعة ياللي رجعت؟ دبّرها بالسوق المحلية، هاي هي والدنيا جاية على عيد والسوق بيستوعب شو مكان معنى شي غسام بك، دبّرها انت بمعرفتك أنا مالي مضطر لهالشي شونت صوت؟ قصدي واضح، البضاعة بترجع لك ويا دار ما دخلك شر لا يا عمي لا، ما حذرت، أنا مبرجع شي أصلاً أنا مالي متعود هيك عادة بس أنا خربيتي بيها صفقة، حاطت فيها ياللي فوقي وياللي تحتي ما عرف الشي، ما عرف من شان هيك، أنا مرا حضرك أنا ممكن اشتري منك البضاعة تشتريها؟ شو يعني؟ لو يتخصرني فيها؟ لك معقول اشتري منك بنفس السعر اللي بعتك فيه هاي تجارة عمي، تجارة طيب، أوكي، أنا مستعد أخسر لك 5% لا 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 لا، وليش هيك عم تجور على حالك؟ كتير الخمسة بالمية هال لك أنا بقديش؟ أنا بشتري منك البضاعة بيمص السعر وغير هيك ما عندي بس هي اسم السرقة؟ أنا عم حذرك، وعا تغلط؟ يعني ما بيكفي إلا قشاج وقليل زمي حرامي كمان طعنا برّا، طعنا برّا بلك، طعنا برّا ومن خريطي حسن ما باهت لك بسيطة يا غسانبي، هيك عم تقول ما؟ للك يوم لسه، هنرح، 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 هنرح ما بكون غسان، إذا ما خليتك ترجع لعندي وتترجاني يشتري منك البضاعة بربع قيمتها مرحبا، غسانبي أهلا، أنا مروان، أهلا وسهلا، تفضلي أخي، أنا مضطر على شيء ألفين لير، على أني بدي يجيب قبل ما تكمل يا أختي هاتي اللي أحلف لك، بلني أنا مضطر أكتر منيك يعني شو بدي لك، تأكدينه ممعي سيولي بس أنت صلّك ترت شهر، ما عطيتني ملا فرنق من المصارية اللي عم شغلون معك يا أم مروان، هاي تجارة، والتجارة ربح وخسارة هلا، يعني أنت عم تخسر؟ وليش لا حتى ما أخسر؟ هلا، من غير عباي، قبلت شوي، رجعوا لي صفقة قلبي سيمن بلغاريا أخرى ببيتي فيها، ما أبدك أطولي بالك علي شوي قديش يعني؟ خليها عتي سير، أولا قليك، أنا أتصل فيك لما بيسير عندي سيولي يعني أحسن ما تيجي بتعزبي حالي، أنا بخبرك طيب، عنوزنا الله لا يوفقك يا غسام بيك، الله لا يوجه لك الخير يا حق حقا بكم بيك، سيطرة، مردتك بيك، الخلق، مردتك. مو جايبة هدية جاية نهاية إذا بدك تبيعة تدفع لك فيها عشرين ألف إذا بتحب فصلها عن غيري لا لا ممنح ممنح لعشرين ألف عشرين ممنح يا كريم او لقلك بطلت بيح ما بدي بيح هات ايه على راحتك شو أزبونات هاي كل أبو غالب لش ما عم تاكو مجي على بالي مجي على بالي من معتن فدت انت لي ميت من جوعي قوان بحطيلي أكل كنت ميت من جوعي وهلأ ما لي ميت من جوعي عندك منع شي لا بس خايفة يكون الأكل مو عاجبة اي نعم مو عاجبني قلت لك بخيدي بعمية قلت لك بس شو يعني كلامي منزل أنا أصلا من أمتى أنت كنت تردي علي من أمتى طول عمرك بتعاكسيني يا سنتي وكان جاي على بالي البامية وهلأ مطايق لا أشوفك ولا أشوف البامية تبعيك شو صار يعني شو بك أبو غالب صاير لك شي يعني صاير متغير بهال كاميون ايه صاير لشي مو طبيعي أنا لح مو معي والشي إليك معي شي الوشي معي مو معي لك شو فأيت أن تفز جوة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر وين بدي يفلد منا يا مساعد جميل؟ انا الرائد أرسين لوبين ما في مجرم يفلد من ايدي محكمة سيد القاضي ان هذا المجرم الماثل بين ايديكم قد ضرب عرض الحائط بكل القيم والمبادئ وأقدم دون رادع من ضمير أو وازع من أخلاق على سرقة الساعة الذهبية لرب عمله السيد غسان عن سبق الإصرار والترصد لذلك أطالب بتطبيق أقصى العقوبات ألا وهي الإعدام لا لا سيدي القاضي السادة المستشارين أطلب منكم الرأفة والرحمة بهذا المجرم صحيح أنه يستحق الإعدام ولكن ألعف من شيامي الكرام فأرجو أن تخفف عقوبته من الإعدام على الخازوق إلى الإعدام شنقا حتى الموت الجلسة الآن للنطق بالحكم قفيا متهم أبو غالب أثناء تلاوة القرار حاضر سيدي باسم الشعب قررت المحكمة مايلي أولا تجريم المتهم أبو غالب بجناية السرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصب ثانيا الحكم عليه بالإعدام لأوين رايح؟ رايح رجع ساعة ما كنت عرفانك جبان كل هالأد شو أنت أول واحد بمد إيده وبيسرق وطلع حواليك وشوف الزرقات لك كبيرة كيف عم بتصير أنا ما دخلني بغيري أنا عنية من نفسي وبس العمش وطلع الجبان وخويف خراس 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 قولك إلا آه أبو غالب أبو غالب أي شو بلاي عما تحكي مع حالك عم بحكي مع حالي مو معي وشي العمه للقصة شدك من إنتي طيب أبو غالب خلصنا سكتنا بس إلي لو رايح عالشغل ما قلتلي ما عندك شغل بعد الظهر عندي شغل بعد الظهر هي قلتلك رتحنا يا عمه لله يا عمه هدا أنت يا أبو غالب عفوا سيدي أنا أنت آخر واحد كنت متوقع يطلع منه وشي دخيل لك سامحني غسام بيك صحيح أنا ما دهت إيدي بس ضميري وجعني وجعني كثير وهي شفت بحينك كيف كنت عم رجع الساعة أتفضل سيدي هاي الساعة لساكتها متل ما هي الحكي بتقولون الشرطة لما بتجي ليش الشرطة غسام بيك لخيلك هاي ساعتك رجعتك متل ما هي مو ساعتك هاي سيدي بلأ ساعتي بس الشرطة مو جاي من شان الساعة من شان شهورك ها من شان المئة ألف اللي كانوا جنب الساعة يا حرامي مئة ألف تيرا ايه طبعا لازم يحبسني مشا ما يدفع لي تعويض عشرين سنة خدمة سبت فات والحدي فات وبعد بكرة يومي ثلاث يومي ثلاث معد حبيبي معد حبيبي خير يا بي خير يا بي صباح خيرا تعالى شو لون تعالى شو وين فايتك طم غم عالمطبخ وين اللي أشو خير يا بي بدك شي شو هادي اللي حاملوا بيدا أمي وسطني عنينة زيت كاز هلأ شو بدأ أمك شو بدأ أمك وزيت كاز من وش الصباح شو بدأ يعني شو بيعرفني بلك يخرق بعقله المرش ومبحت رأت من وش الصباح بتفز على صرف المصاري ما تقدير ما تقدير تمعلب تمرض إذا مرع شي صباح وما صرفت فيه مصاري لو غطي القنينة انت تاني غطي القنينة بيطيها زيت كاز حقه مصاري مو بلال بيشو بدى غطيها بيشو بدى غطيها بيشو بدى غطيها القاضع مطبخ أبام القاضع مطبخه وغطي القنينة بشي قنينة أبام ولا وينك إنت إلك أصبعة مثلا ولا مالك أصبعة إلك أصبعة إتحاشي أصبعتك بتم القنينة بطيهات، زيت كاز، حضارح أو مصازي، تفضوها؟ حاضر عظيم، ما شاء الله عليك، شو موجب ومدعب حاضر أمر عميز؟ يا أمر عميز؟ لقواني بطور اي 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 جيت أبي سديها قوام، أحسن ما يطورو زيت كازا هات لا شوف هات، حاكم إذا طار منها شوي بطير عائل أبوك مين جبتك أنت؟ نعم، أبو قاسي لقواني بطور، شو صار فيه؟ لقد طلعت ساني الشعب يلا يلا جاي، ليش هيك؟ أنت باجوءك عريض؟ خود أمي خود، ودي الصفرة وأنا بالحقك بالحليبة، تروح لشوف أمي يروح خود أمي، زلوطها البيضة، الله يرضى عني أصرت آكل تنتين بتتدبر معك، يدبرها خود ليس له ماما؟ ماما؟ شو هي ماما؟ طول عمرك بتقل لي يا ماما؟ هيك علموكم بالمدرسة البرنيج؟ لق شو ما عندك مدرسة تليوم؟ ما عندك؟ أقومت يا صراحة مدرسة، حاشتك أكل عريق السقل؟ يو، اسمعوا على السمعة، خلي الصبي أكله لأمتين قبل ما يروح مالك شايفتيش لون زهنه مطمس ممكن تروح أكل؟ تروكل، تروكل بطيخة، تروكل بطيخة من إيدك، تسعة مدرسة، قلصنا بقى أنا بطيخة، قصدي بيضة ألو بيضة، هاي؟ ها؟ دعم أبلبو، حدا بيأكل بيضة بلقمة واحدة؟ تعرفوا قديش كرتونت ببيض حق اليوم يا سيد راميس؟ يو، شو بعرفو؟ معلوم ما بيعرف، لأنه لو بيعرف ما كان أكل بيضة بلقمة واحدة ليكو التاني ليكو، يعني إذا أكلها بلقمتين برخص حقها؟ ما تكون شي؟ أنا رايحة المدرسة بس لنا لشو؟ لمواجه بعطي خبر حتى تروح لعنده على المدرسة، تعرف شو بده مني؟ بجوز بده يتشكرك لأنك خلفتني تعبر قلبي شو مغضوم يا راميس؟ لكو بده يعطيشي مرحة مرحة بمرحات، هادا وشو وش مرحة؟ قوم تسرع على المدرسة، قوم بعد شوية رمحاق، قوم يلا خلصني خاطركم الله معاك الله معاك تابرني أخد بيضة تانية، مات الخواص؟ رخو، هالحليب رخو، خالطي ما يشي أنتي؟ ما بدأت إيدي عليه، غليته مثل ما هو؟ مخشوش؟ حليب مخشوش؟ لك مئة مرة أنا قلت لي غيري الدكنجي، غيري الدكنجي، غيري الدكنجي، غيري الدكنجي، ما كنت الغيري، هيك مخيت أنتي؟ لا أمي، ما بدك؟ مخشوش؟ صلتم غيري عشرين دكنجي، كله أضرب من بعضه صرنا بآخر وقت يا عمراميز، صرنا بآخر وقت ما في كلام ممنوع شو عرفاك؟ أبيني، من هالغشة اللي حوالينا، فظاعة ما عاد حد أستحق ولا عاد حد ارتدع، وصار الغش حولنا وحوالينا، فوقنا وتحتنا ولكن الحليب الحليب واللبان عم يكسروا من بالمي، عم يكسروا، الزيت والزيتون عم يخلطوا بزيت قلي، لكن بانزي، لا تروحي بعيد أمرضي، مراميز والبانزين عم يخلطوا زيت كاز، والزيت كاز، والماصد نصر مي، البن مخلوق وقضامي محمصة، الزعتات كله خبز، يابس ومطحون كمانة، لكن بدنا دوذا، بدنا دوذا، بدنا دوذا، بدنا دوذا، عم يعطوها هلمونات حتى التكبر، والفاريج عم يدقوها إبر مي ليزيد وزنها، والبطيح؟ هلأ رح تفتح لي نفس الموشح تبع كل يوم؟ يعني نحنا شو طالع بإيدنا نعمل آه؟ فعلا يا أمراميز، فعلا ما بيطع بإيدنا نعمل شي، لقا بإيام زمان، كانت الغشاش ينربطوه، 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 نصر السوق، وتنرؤ هالناس وتبزق عليه، إيه لك ها، الغشاش الله ما بيحبوا بعدي اسمه، ولازم يتعاقب وينردع، موسيقى عم قل لك، لقا أنا عم قل لك حلاوة ملو أخي، والله ملو أخي، إيه لقا؟ حلاوة شامية، إيه لقا، معمل سعدي أخي هودعنا، إيه لقا؟ إيه لقا؟ شرش حلاوة، شرش حلاوة أصلي وطعينيها ملوكية، إيه لله؟ إيه لقا أخي، هاي غلطك إنت، إيه غلطك إنت، لقا غلطي، إنت دقتش فيه؟ ماذا تقيها؟ راح تعكم لما بدوها انا راح بعث لك عيني مع فوزي ايه؟ واكيد راح تتعيلي وينك عب عبدو؟ الله يبطع ديك بكي بتبعتني مع فوزي هالالف ليرا هي اللي بقت مع حساب الشبحية الماضية ايه بي حساب عني ايه؟ بعض يومين ايه مهم مش كله بعض يومين يعني ايه؟ 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 يا فوزي؟ وينها فوزي؟ ايه؟ ايه؟ شو عم ساوي شو انت؟ عم بجل اجني معلين ايه تروك كل شي ميلا تعلوون اوامي اوامي تعلوون حاضر دور معلين ايه تاخذلي هالعيني من هالطبقة جديدة لابو عبد العربيني ابو عبد العربيني اي 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 جارنا عدرشنا حلو؟ اي اي باعرفو باعرفو معلين ايه؟ روح منت طي طايرة هوا بتوصل لطبقة ايه و بترجع لا تروح ايكويت روح ايكويت لنو انت حاضر معاكم حاضر ايه؟ حاضر ايه باعرفو منا نتعيك ايه؟ ابو عبد العربيني ابو عبد العربيني السلام عليكم عاكم السلام و كافو شو مساوي انت؟ شو مساوي انت؟ شو مساوي؟ ما يمساوي شيء؟ ماكو ساوي شيء؟ بتعرف اني انا اليوم رحت عالمدرسة طاعة رحت عالمدرسة طاعة وشفت الموجة؟ تعرف الموجة شو قدني بتعلي؟ طبعا ما بتعلي؟ كلكم غشما لما بتععه بزنه كمشو كمشو يدو بالجرم المشهود وانت عم تغش بالمذاكدة الله وكيلك ما دخلني؟ رفيق اللي قدامي لحش الراشدة من تحت المقعد وعلى فرض انه هو اللي حش لك الراشدة انت انت، ليش لا حد تفتحها؟ ما بدي عارف شو فيها ولكن انا قللي، 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 قللي شو بتفتها بالدنيا؟ بها الدنيا كلها هاتا، شو بتفتها انت بابا؟ بقللي فلقش والقشاسين يا أخي ما بحبان، ما بحبان وعبدئي لربي لده نهار ان الجينا من الخش والقشاسين يخل ببيتك الله وكيلك يا يابي والله أسازة كلهم بتحططين علي وعام ينطروني على وحدة ينطروني علي؟ أسازة، 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 أسازة هلا ملوا غيرك يتعططوا علي؟ حطوا حطامك إلهي قدامك قدامك حطوه يا فوزي يتعلق لك يا أمتع خير معلم؟ خد الحبلة وربط لي الغشاء جوه على المعجنة على المعجنة يربطه خير شو الله، شو عامل؟ شو عامل؟ عمي غشب الامتحان خده بسيطة، بسيطة معلم ألا بتشفع له المرة لك شو اللي تشفع له؟ خراكوا لها، قصة ما بالله بربطك جنبوا أنت التانية لا 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 دخيلك يا عالم، أمشي أوعى فوزي ها؟ تنتم عملك، أوعى؟ أمشي اشرف رمزة، فاندي شرغي لا يا فوزي لك، أين الصحبة؟ بك أعطيني هالمحروستين لك شو؟ لطس، لطس الحبي لك لطس، بعدين ملو الأبي أنك عم تأكل كل يوم كيلو حلاوي ها؟ باللهي، لك شو عم تعمل؟ عوض حبيبي عوض، عوض هالكرسي كلكل على إيمان؟ انا والنين حتى أنت يا فوزي؟ كليك عن جل والله؟ كان عن مزل؟ أنا برجيك وعد فوزي، وعدها، وعد فوقه وقسم بالله لعظيم، خذها بالله لعظيم، يريد فوق وفوق لأدورها، لا بفوق لأدورها، لا بفوق لأدورها حاضر معلم، حاضر، شو الظلم هاد يا؟ شو أنا أول واحد بيغش في الامتحان؟ شو أنا أمتي؟ أمي لك، الله يضع عليكي، نطي على المطبخ، جيبي لي كاسة مي يو؟ عم بلّك أنا نايمة لا، شلون نايمة؟ شلون نايمة عم تحكي وعم تحكي معي لك؟ يعني بعمرك ما سمعت عن وحدة بتحكي وهي نايمة؟ أنا عم بحكي وأنا نايمة هلأ رح تقومي عم أطباق ولا شلون؟ لا أماني يا أيمة وليش بقى أمالك يا أمي؟ لإني أنا زعلاني زعلاني على ابني اللي حشلية بالمعمل دون شفعة ولا رحبة شلون إلك قلب تتركه هناك؟ آه شلون؟ يا لطيف، يا لطيف شو قلبك قاسي؟ لأنه غشاش، إذا كان؟ وأنا أكل شي علي بيدني، شو أكل شي علي بيدني؟ الغش والغشاشين بقرأوهم، بقرأوهم للغشاشين أنا بقى خليت ربا من الصغلة وأحسن لهم هلأ لأنه تنقلوا كلمتين بالمذاكرة، صار مجرم غشاش؟ هلأ هيك أنا، أنا هيك، أختونتي، أختون لمرائي؟ لا ماني أخت مرائك، إذا هيك، تفضل لحالك روح على المطبخ الشراب لكان إيه، بقوم، ليش هلأتا ما أقوم يعني؟ يعني، شو رح تصدني يعني؟ رح تطلع لي الغولة بالمطبخ؟ أه؟ الحمد لله، يا لما لي من كرصح بلادي أعراج، بس تضرب، تضرب حاجة، حاجة الرجال للمرأة تضرب بها بشعر سيخبر أصدقها، إن هذا لنا تلقي إليها ما بتهير، والله أنا أعطيبة بشعر الحاجة، لألبعض، أطلع حشوف ما يفيد تضرب الهارة؟ يا قويف، هكذا التضرب؟ كل ماني؟ ما يريدنا أن تأول على الأخبة، لقيها حاطة مساكن هنه؟ موسيقى الموسيقى كايز على الطاولة بالمطبخ بالنهار وليها لقلبي يا أبو رامي الله يخليك دخليك سامحي يا أبو رامي سامحك؟ دابريني بعدين بسامحك يالله أبو راح أركو تجيب الإصعاف أنا وعاك كل شي لإصعاف وعيك لاحظة يطلب لي سيارتي بإصعاف بموت طغري إذا شوف سيارة الإصعاف العادي صرفني منوب مين الحدا؟ ليش في غيري وغيركم؟ الله يعينه ابنك ملحوش بالمعمل لحاله وليه على قلبي إن شاء الله لك أبو رامي ولا تربط لدياتي شو بدي أعمل؟ أركودي أركودي عراس حالة فيق الدكتور كمال جبيلة هون أقوامه الدكتور كمال مسافر برات البلد آه كرح أموت يا أبو رامي لساتك وعطي هون أبو رامي زخيلك دمريني أبو رامي يا ربي شو بدي أعمل آخ لو كان أبنا راميز هون تهنا قالنا ميت حل لك أومي تكدري على شي صيدلية وشي بلي شي دوا آخ يا بصديني حاسق ورح يطبطع طيب وش لان بدي روح لحالي بنصاص لالي على الصيدليات؟ مين رح يخط فيك يعني خلصيني رح أموت يلا يلا رح أطشي واع على بدني أركن هون آه مراميز إذا رجعتي من بره بلقيتني مثل زماء بعيد الشر عنك شو الحكي هاد؟ اسمعي شو عمقلك إذا رجعتي ولقيتني نافخة بتاخدي من أبو عبد العربيني ألف ليرا بقيا نيلي معه فرق حساب وبتاخدي من أبو معلوف ألفين وثلاثمئة ليرا حلاوي فمتي يا عالم يا عالم يا ناس شوفوا أنا بيشو هو بيشو غو يا عطيك العافية يا أخي دخينا كل حقني جوزي شيري بزيت الكاس بدان المي وماعدتو عم تفور وتغلي يعني شو بتريدي شو بتحبي نعطيه؟ تبدي تعطيلي دورة مش عم ما يتسمع بزيت الكاس وليش ما أسعفتي يا أختي؟ ما رضي يا أخي ما رضي جوزي من زمور الإسعاف بغوطين ومن شوفت السيارة مع الإسعاف بصفرين ماشي بحال طولي بالي شوي يا أخي الله يخليك عجلي شوي شو عم تقرأ هلأ طولي بالك انت نسياني اني أنا صيدة لي مو دكتور ما لازم نعرف بالضبط شو لازم ياخد الله يزيك الخير بس عجلي شوي يا أخي الله يخليك تاركت عم يبحث بالأراضي ويفرق من معطل ومصرينه على ورد آخ ما إذني آخ مصريني مرحبا يعطيك العافية دكتور بدي سألك سؤال الله يخليك هلأ إذا واحد شرب زيت كال شو لازم نعطاه اي ايوة شو الحكي ايوة ايوة لا لا أنا كنت بدي أعطيه مقيد طيب طيب يعطيك العافية يعطيك العافية يعلي طيب مني الله يخليك شو قال عم بيقول إنه ما في ضرورة للمقية لو عطيناها كان ضربة الرئة شو كان لازم نعطيلك ما في داعي أبدا إذا مصر معه وضعفات ما في داعي لأي شيء زيت الكاز بينظف المعدة وبيقتل الدود معه دود شيء ايوة شو بيعرفني شو أنا قاعدة بمعدته شايفتك قاعد وليش لحتى ما أععو ليش يعني لازم تلواقف يعني لا يعني يعني ما صر لك شي لا ما صر لشي شو بدو صلي يعني والزيت كاز لي شربته ما أصرفيني دخلك أنت مني شاريتي يا هي أنينة الزيت كاز هلأ لشو السؤال هذا مني متيش تري الزيت كاز يعني من عند أبو قاسم أنا أبو رجيل هالغشاش أبو قاسم تعفي ليش ما صر لي شيء بعد ما كرعت نص أنينة الزيت كاز ليش ما صر لك شيء لأينا مغشوشة نص مي بس هيك هي حكمة الله الله بعدي اسمه بديك شفوا لهالغشاش أنا أبو رجيل يا أبو قاسم إذا مقرب عجمت له التموين والصحة ونجنة مكافعة الغش وخرفت له بيته بيكون اسمي أبو رابز صباح الخير ألو خير آد بسيطة حسابك عندي لك أنا شو دخلني إذا المعلم هيك بده فلأ صار ما دخلك ما بسيطة إذا ما رفسد عليك لأبي إنك اليوم عم تاكل كيلو حلاوي ما بكون اسمي راميز يعني راح تروح على النار لو تركت الحبلة ملخية شوي ما ضميري ما طاوعني من هوات يلا راميز يلا يلا على مدرسة كرقيد وحاشي بربضة بقى ويا وينك إذا خشيت مرة تانية يا وإيلا حشي أخ مرشو يا بسيطة بقى خليه ينفعك إيه مين هوات ضميرك حكيتيني ع котором يبله شوي ألله معك مع سلامه يا فوزي تعال اهول اشوف تعود قدامي لك اخ 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 يا فوزي لك شو الدنيا هاي الناس صايرة مجبولة بالغش جبل بتصدق اني بارح بالذات ببارحة شربت نص قنيلة زيت كذ وما صر لشي ما صر لشي عبقلات مخشوشة طلعت طلعت مخشوشة عاجوا مكالة الحكي معقول ما صر لك شي باك مطل ما عمل لك مصر لشي شي ليكني قدامك انا اخ بس الواحد بها الدنيا ما عاد يؤمن لشي بنوم انا بعرف حسابي معك يا عبو قاسم بعرفه بسيطة معلين بسيطة المهم الحمدلله على سلامتك ايه سيدي شو بقت فطرنا اليوم شو رأيك معلمي بمنقيش زعتر مع برات شاي لا لا ما بدي منقيش الزعتر اهل منقيش الزعتر الزيت اللي عم حطوه مع الزعتر مو مظبوط مخشوش عم تصيبني حلقة منه معتي طيب شو رأيك بصحن فول مرتب مع رغفين مشروحين وبصلتين تازة لكن مشكلة انه اللي عم يحطوه للفول عم يحطوله مبيت مشان يفتح لونه وكارابونة حتى يستمي بسرعة وملح الليمون بدل الليمون وزيت نخب عاشر بدل زيت الزيتون الصافي بقى شلو بدي أمي نأكل صحن فول من السوق ما بأمي مظبوط طبعا طبعا معلمي ما بيتأمان معناته معاليم ما نغير نعمل شوية شرحات ونحطوه على الرغفين عجيب بها الفرن لا سيدي لا ما بدي لحبه شرعات شو نحبه شرعات تعني ما بدي لحبه شرعات تعرف ليش؟ لأنه اللحم اللي بسوق كله لحم بيلا وقناتي شو بدي أمي باب؟ أبصر شو عم يحطوه قمام معه؟ أبصر طيب معناته هلا شو بدك تفطر معاليم؟ شو بدي يفطر؟ والله أحسن شي يفطر حلاوي حلاوي؟ ايه حلاوي؟ ليش مستقضي بكل الألد يعني؟ لا لا والله ما لم يستغرب معاليم أصبح لو محط لك صحن حلاوي مرتب من الطبخة الجديدة أعود؟ أعود بي أضلطين ضايح؟ منطق أواملة عند أبو محددين جيب لي علبة من عنده شو ما سمعت فصة؟ لا 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 اسمعت معاليم اسمعت ايه بسمع قولي أطلع لبره جيب لك حلاوي ونحن عنا ما عمل حلاوي جوه طيب شو بدك يا شغلي؟ انت 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 شغلك يا شغلي؟ اعمل بالقود نطلع مللك أهوام؟ أهوام؟ حاضر معاليمي أشو مجنون أنا حتى أقر من الحلاوي طبعي؟ شغل معملي؟ ما جنيت السلام؟